بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ومدرسة على الهواء والحلقات الإسرائية كالعادة سادة المشاهدين الكرام نحن معكم نحاول أن نصل إلى أكبر قدر من الثقافة والمتعة من خلال تلك الحلقات الإسرائية التي بها لا نهدف إلى الطلقين ولا نهدف إلى التدريس ولكن هنا نحاول أن نتجمع مع كل الأسرة وليس فقط الطالب نحاول أن نقوم ببعض الرؤية واللقطات لحياة مصر القديمة في حلقة ماضية استطعنا أن ننظر إلى تاريخ مصر عامة لقطة عامة واستطاع الضيف الكريم الذي سيتواجد معنا اليوم أن يلقي نظرة على حياة المصريين القدماء ويظهر لنا في تناغم جميل ورؤية جميلة جدا بمتعة رائعة كيف كانت الحياة وكيف كان التاريخ المصري وكيف تقسم التاريخ المصري ولأن الحلقة كانت جميلة جدا ولا أروع من ذلك فأثرنا أن نستكمل هذه الحلقة ونعرف كيف تطور التاريخ المصري بتوسع أكبر ومن خلال بعض النقاط الأساسية التي ربما لم نستطع أن نتوقف عندها كثيرا ربما اليوم نستطيع أن نتوقف ونتبحر فيها قليلا ونأخذ من علم الأستاذ الفاضل الذي يتواجد معنا اليوم نرحب أولا بالأستاذ الفاضل أستاذ رامي فوزي أهلا بك أستاذ رامي فوزي أستاذ رامي فوزي في الحلقة السابقة من حلقات التاريخ المصري استطاع أن يلقي نظرة عامة على التاريخ المصري أنا شخصيا وأعتقد كثير من أستاذ المشاهدين في الحلقة السابقة يعني استمتعوا معنا كيف نستطيع أن نتوغل في التاريخ المصري وكيف استطاع التاريخ المصري أن يلقي نظرة على حضارة العالم أجمع عرفنا أن التاريخ المصري له ثلاثة أفرع أو ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة رؤى هو التاريخ المصري القديم والمتوسط والحديث ثم قال لي أستاذ رامي أنه استبقى لنا التاريخ المعاصر الذي نعيش فيه اليوم وأيضا تحدث لنا برؤية واضحة عن التاريخ المصري القديم وكيف تطور وكيف كانت الحياة والأسر المصرية التي تقسمت إلى ثلاثين أسرة ثم نظرة إلى التاريخ المصري في العصور الوسط أو الأوسط أستطيع أن نتحدث بشكل كافي عن بعض النقاط التي وجدت أن كثير من المشاهدين رأوا أن لهم فيها أسئلة وأنا شخصيا وددت لو أنني أعرف الكثير الحياة في العصر القديم كما يود أستاذ رامي دائما أن يحدثنا عنه ويقول أنها ليست تسمى بالفراعنة أو الهيروغولوفية الحياة في العصر القديم لها رؤى لها أفكار لها حياة دينية ولعنة الفراعنة وغيرها وغيرها سيحدثنا عنها بالتفصيل أستاذ رامي أستاذ رامي أنا وأنا بكلمك المرة اللي فاتت كلمتني عن الحياة القديمة وقلت لي أنها بتتقسل لثلاثين أسرة وقلت لي أن يقسم التأسيم التاريخ المصري القديم مانيتون اللي أم بتأسيمه تلاثين أسرة اعتمد على الملوك واعتمد على قوة الدولة أو ضعفها من عصور قوية ومن عصور ضعيفة وهكذا بدأ التأسيم بالعصر العتيق لأسرات واحد واثنين اللي أسسها الملك ميناء بعد الوحدة وإحنا اعتمدنا في تاريخنا دائما وقلنا كده لجسادة المشاهدين أن التاريخ بيبدأ من حيث التدوين عشان كده بداية التاريخ المصري القديم ما بعد التدوين هي عصر الأسرات ده اللي يهمنا بعد الوحدة التاريخية من 3200 قبل الميلاد حتى أجزاء كبيرة جدا جدا من العصور في حوالي 525 يمكن لو شفنا على الشاشة النهاردة مع بعض هنشوف أول جزئية من الجزئيات الخاصة بالحياة الدينية أصلا لقيت يعني إحنا المرة السابقة تحدثت لنا عن الحياة المصرية القديمة وتحدثت يمكن بإفادة يعني متناغمة مع الاختصار يعني إفادة متناغمة مع الاختصار وهو أمر صعب جدا ولكنك استطعت أن يعني تمزج بين أثنين في روعة وأنا شخصيا إيه يعني استفدت ولكن وجدت أن هناك أسئلة تتعلق بحياة القدماء المصريين أول شعب أعرف الدين يا أرسل صلاح والدين وتعدد والاعتقاد بالبعث والخلود هذه الأشياء لو وددنا أن نلقي نظرة يعني متأنية فيها لأن ده يعني المصريين أنت عارف أن الدين فيه قدر من الارتباط بين المصريين دائما وبين الدين فكيف استطاع المصريون القدماء أن يعرفوا معنى الألوهية والوحدانية وهل هانوا كانوا يؤمنون بإله واحد منذ قديم الزمان كل ده ولا كانوا بيعبدوا الأصنام ولا 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 يعني نظرة عامة الخصائص الحياة الدينية القديمة أسترامي أنا عارف أن أنت حتقول لنا بالتفصيل طبعا يعني إحنا بنستكمل الجزء اللي بدأناه اللي هو الملامح العامة للتاريخ المصري من بداية عصر الأسرات في 3200 قبل الميلاد لغاية العصر الحديث لكن الحقيقة فيه أمور واجب علينا أن احنا النهاردة نلقي عليها الضلال قبل ما نكون بنكمل تاريخ مصر الحديث وديه النقطة اللي أثارت أستاذ المشاهدين والأسئلة اللي تسألنا فيها فطبعا لأن احنا ملك المشاهدين فيما يريدون أن يستقبلوا فبالتالي واجب علينا أن نكون بنوضح الأمور اللي قد تبدو شوية صعبة بقدر ما أنها جميلة كمان طبعا بس الدين في الحياة المصري القديمة والصلاح بالذات كان بيشوبه غموض غير طبيعي الحياة الدينية كانت غموض لأن كان عندنا خصائص الحياة الدينية وديه نتعرض لها فكان فيه أبور كده غامضة ومش مفهومة الحياة الدينية في مصري القديمة بدأت من عصور قديمة جدا 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 وأغلابها بدأ من خلال فكرة الأساطير وطبعا لأن فكرة الأسطورة فكرة مهمة جدا عند المصر القديم فإحنا بنلاقي الفكرة بالطبع الأساطير هي قصص خيالية يعني عشان نتفق كتعريف الأسطورة هي قصة خيالية لكنها تهدف طب تهدف لإيه؟ تهدف إما لمثلا انتصار الخير على الشر أو مثلا توطيد حب الإنسان لوطنه دي كانت أكثر الدوايرة اللي بتدور فيها الأساطير المصرية بدأت فكرة الدين بداية عامة من خلال معرفة إله اسم الإله نو وده لو بصينا على الشاشة مع حضرتك هنشوف رسم كده توضيحي نو ده شعب نو بمعنى لا لها الإنجليزية لا طبعا ده نو في مصر القديمة معناها الماء نو نو معناها الماء وده كان عند الأليهة المصرية القديمة إله عميق وصحيق وبعيث جدا وده بعد شوية هينقلنا بس ده شخص كل الأليهة المصرية خدت صفة الأدمية والتشخيص بس هو مش شخص يعني هي كانت الماء طبعا هو شخص لكنه إله وهنشوف إزاي بعد شوية يعني هما أول إله بالنسبة لهم كان الماء أول إله اللي بدأ للأرض هو هنا كمان بداية الأليهة هي بداية الخلق يعني كل القصة اللي نحكيها دلوقتي دي هي إزاي كمان هما فصروا بما وصل لهم ببداية الخلق هما ما كانش عندهم حتة آدم وحوة أو لسه لم يفهموا معنا لا لا ما فيهموش ده طبعا لأن ده ذكر في الكتب السماوية بعد نزل بعد كده لكن ده ما ما فيهموش لكن هم قالوا نو طب هم فصروا إزاي أقول لي حضرتك أقول لي حضرتك هم قالوا نو زي ما هم شايفين نعم الاله العميق الصحيق نعم تخيلوا أنه هو تقابل مع تل رملي المية يعني تقابلت مع تل رملي تقابلت مع تل رملي معناها أنه بقى فيه نوع من أنواع اليابس أه أو الليونة الأرض دي اللي هي اللي هي دلوقتي على فكرة عملوا يعني هي دلوقتي مدينة عن شمس أو منطقنا عن شمس هي دلوقتي وهو في الوقت ده كانوا هم وغدينها العاصمة يعني العاصمة عن شمس أه وبدأت بقى تصدر منه قاليها زي رع الشمس طبعا إله الشمس طبعا طلع منهم آتم رع الشمس يعني هو التواصل الأول كان ما بينه التواصل ما بينه خلق منه آتم اللي هو الأرض وبعد كده بعد كده بدأ يظهر رع، رع الشمس، لأنهما كمان كان لهم دور عند الشمس رهيب، الشمس هي أكثر الآلهة المصرية القديمة، اللي كان لها باع في مصر القديمة، وكان لها أسامي متعددة جداً، يعني نجد الشمس رع، نجد الشمس مثلاً أتم، في وقتهم الوقت، نجد الشمس هليوبلس، نجد الشمس آتون، نجد الشمس آمون، يعني كل ده أسامي إلهي الشمس، طبعاً على اختلاف المراحل بتاعتها، وقت الظروة تبقى رع، وقت الغروب تبقى وهكذا، زي الضحى، وجي منهم تفنط، جي منهم شو، جيت من النوت وجاب، بس الحقيقة أنا عايز أركز شوية مع حضرتك على نوت وجاب، طب أنا بس عايز أركز حضرتك، البداية هم يعني ده التفسير بتاعهم للتواجد الآدمي على الأرض، مش كده ولا إيه؟ تفسير البداية الخلق، بداية الخلق، بداية الخلق وبداية خلق الأرض كمان، الأرض يعني الكون ككل دي، وليس الأدمية فقط، نجي هنا عندنا بقى نوت وجاب، طبعاً إحنا بنعترف أن كل ده أساطير، عشان بس أنا طبعاً أنا مبسط جداً من المشاهد الكريم، يبقى معانا بكل خياله وفكره، لكن مش عايزين نسرح للدرجة، اللي نتخيل لا لا، كل ده أساطير، بالضبط، نوت وجاب، هم الإلهين، المسؤولين، فيهم ذكر وفيهم أنسة، نعم، عن إنجاب أربع شخصيات مهمة جداً ودي ممكن نقابلها على الشاشة، مين هم الأربع شخصيات المهمين جداً جداً جداً؟ نعم، نقولهم مع بعض، إيزيس، أوزوريس، ست ونفتيس، بعد إذنك أستاذ رامي بقى واحدة واحدة، فعلاً كده أنا حدوه، واحدة واحدة، لأن أنا أسانة إزيس، أوزوريس، أنا دول بصراحة، بس مع أفامي، بس، منتصورهم، آه، يعني أفامي، ما عرفش بقى دوله، لكن لو حضرتك بصيت معانا على الشاشة، أستاذ المشاهدين الكرام، هنلاقي نوت وجاب في المرحلة الثالثة، هم اللي أنجابوا الأربع دول، الأربع دول إخوات، بس دول كلهم، هم بالنسبة لهم هناك، بالنسبة لها، آلها متواجدة، ولا برضو أساطير، يعني هم شفوهم؟ لا، بصدت صراحة، الأسطورة، حتى مع إيماني، أنا أتكلم في مصر القديمة، حتى مع إيماني أنها أسطورة، لكن تحكم فكري وتحكم عقلي، يعني أنا دلوقتي أخيل أن في أزوريس تواجد، فبعبدوا أو يعني بقوا من بي من غير ما أشوفوا، طبعا، لأن أنا هشوفوا من خلال حاجة تانية هتيجي مع الوقت وأنا بشرحها لحضرتك، يعني هشوفوا من خلال حاجة معينة، دي حاجات مش ملموس، لا، هنيجي بقى للملموس، هنجيين للملموس، لأن الدين المصري اكتسب فخر في التفكير، فهيجي للملموس، هم مش مجرد شوية عقائد كده هلامية، ومش شرط أن الإله يكون ملموس، هيكون ملموس، بس أنا مش عايزة أقول فين، إحنا بنعتقد في الإله والإله بتاعنا، يعني الله عز وجل، يعني لكن إحنا عندنا الأدلة على تواجد الوجود، والله سبحانه وتعالى، وعندنا بعد كده كل الأديان السماوية التي دعت إلى ذلك، عشان كده إحنا عندنا، الأديان السماوية فصرت لنا، وفهمت وجود الإله ووجود الخالق، هم يعني اكتسبوا الفكرة منهم، وما كانش فيه أديان سماوية، فهي أقول حضر لك، أنا بحكي القصة اللي اكتسبوا منها الفكرة، تمام، بص يا الصلاح، خلينا نتفع على نقطة مهمة جدا، لازم مشاهدنا الكرام يعرفوها، نعم، الإنسان لو أتولد في صحرا، 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 نعم، هتلاقيه بدور الحاجة أعبدها، العبادة غريزة لدى البشر، اللي هي العقيدة، العبادة، العقيدة، الوضعية القديمة أو الحديثة، أغلبها ارتبط بالشمس، لماذا للشمس طبعا دور كبير جدا في بقاء الأرض، لكن طبعا احنا نؤمن إن الله سبحانه وتعالى هو هي فكرة الارتباط بقوة، هي فكرة الارتباط بقوة، هي القوة دي اللي بتقدر إنها يعني تسيطر وتتحكم وتوزيط، بالضبط، هي دي الفكرة، فكرة العبادة، لما نيجي بقى إزيس و أزوريس و سات و نفتيس، نحن عندنا القصة هنا جميلة جدا 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 جدا، ما هي دي أستورية إزيس و أزوريس المشهورة جدا؟ خلينا نتفق إن إزيس و نفتيس، إزيس و نفتيس، دول بنات، أزوريس و سات، دول أولاد، تزوجوا بعضهم، إزيس تزوجت أزوريس، سات تزوج من نفتيس، طيب ما حصل؟ الحقيقة أزوريس كان حاكم عادل جدا وجميل جدا ورائع جدا وكان شعبه يحبه، لكن سات كان حقد عليه، حقد شديد جدا، فدبر مؤمرة لقتله، المؤمرة دي كانت لطيفة جدا، هو عمل تابوت من الذهب الخالص، حاجة قيمة جدا، وعمله على قد أزوريس بالظلط، وبدأ يعمل احتفال كبير، وقال إن إلا هينام في التابوت، ويكون هذا التابوت على مقاسه، إحنا هنضي له هذا التابوت هديه، بدأت الناس اللي يطلع طويل، قصير، اللي يطلع تخين، يطلع رفيع، بدأت الناس كلها إيه؟ ما حدش على مقاسه التابوت، لأنه على مقاسه، لحد ما جاءوا زوريس، فبيجرب، أول ما نام جوا التابوت، كانت الحشية الملكية، متوصية من ست، إنه فورا يغلقوا الصندوق، بغطاء الصندوق، وأخدوا، ورمى في النيل، طب الناس المتواجدة، ما فيش اعتراض، لا لا خلص، دي بقى الناس، دي ملك في بعض، خد بالك، انها برضو مش عايزين ناس، هندي أسطور، في الأول، في الأخير دي أسطور، نعم، زوجته، إزيس، قدرت إنها هتوصل للتابوت، على حدود مدينة جوبيل، وده بيفصر، جوبيل دي مدينة فينقية، جنب بيروت دلوقت شعكة، وده بيفصر، اني برضو الحضارات القديمة كانت متواصلة، يعني كان لدينا تواصل، هو ما حضرت فينقية، نعم، جابته، هو عارف، قام، ست قتل أزوريس، وقطعه لـ 42 قطعة، ماهي 42 قطعة؟ ماهي الفكرة؟ 42 قطعة حسب أقليم مصر، قطعه لـ 42 قطعة، ووزع كل قطعة على كل أقليم مصر، ما الذي عمل كده؟ ست، لما لقى أني إزيس، أوجدت تاني أزوريس، ويرع تاني الحكم، هذا ليس مصلحته، لأنه أخذ منه الحكم، وفي الآخر قطعته، وهي بعد ما قطعه، بتقول الأسطورة، إن هي فضلت تجمع القطعة بها، إزيس، لحد ما كونت أزوريس مرة أخرى، وحبلت، وأنتجت حورس، من أزوريس، من أزوريس، حورس هنا بيمثلنا، الشكل الخير من الحياة، لأنه جاء حورس، أضع على ما فعله ست، وقدر إنه هو يوجد حياة جديدة للمصريين، حياة كلها عدل، وكلها تسامح، ومن هنا بدأ الخلق، طيب، أنا أقول لك من شو؟ معلش، معلش، أنا آسف جدا، أصلا، كل ده، هم يعني نسج الخيال بتاعهم، ولا يعني؟ نسج الخيال، نسج الخيال، بس أقول لك بقى الربطة هنا فين؟ طيب، بعد ما جاء حورس، حورس بقى هو الإله الأرضي، الممثل في الفرعون، فهنا أصبح فيه ارتباط، ما بين الفرعون، كابن الألهة، وما بين الألهة المصرية القديمة، يعني أول إله فرعوني آدمي، حورس، هم أخدوا كلهم الصفات الأدمية، لكن أقرب ما يكون للصفات الأدمية، هو حورس، وحورس طبعا على رأس سقر، وعايزين نقول لأزيس وأزوريس، لا، برضو آدميين، بس كانوا موجودين، ولا هم دي اسطورة؟ لا لا، كل دي أساطير، يعني مش موجودين، إنما أرس كان شخص موجود، بالضبط، لو شفنا كمان الصورة اللي معنا دلوقتي، هي صورة فيها مباركة، ما بين الإله حورس، هنلاقي حورس دلوقتي على اليسار، الي في المنتصف ده، الي في المنتصف أزوريس، أزوريس، لأنه أصبح بعد كالله الموت، وده هنشوفه، ونطرده بعد شوية، فمن قوة اللي عمله، إنه رجع للموت وعد من الموت، فأصبح هو إله الموت عند مصر القديمة، على اليمين هنشوف إزيس، وعلى اليسار هنشوف ابنه حورس، حورس اللي بيقول إنه أنا الخير الممتد، حتى لو الشر كان باقي لفترة معينة، لكن هيجي وقت إن الخير هو اللي يعود مرة أخرى للحياة، ويحكم الأرض بكل الخير، فكرة إن الخير دائما بينتصر على الشر، اللي هو متواجد، والتتوارس والأجيال، هو كان يعني متجسد في صورة حورس، نعم، متجسد في الأسطورة كلها، إن يعود أزوريس مرة أخرى وهكذا، وده الحقيقة قيمة وقامة كبيرة جدا، لو تفتكر حداك في الحلقة الماضية، قلنا إن المصر القديم كان لا يميل للحرب أو المشاكل أو العدوانية، طبيعة المصر القديم كده، والطبيعة دي إحنا متوارثينها النهاردة، ما نميلش أول المشاكل، نميل لحل الأمور والبساطة، كل ده إحنا ورثين ومتوارثين، دي ببساطة قصة الخليقة أو بداية الأرض، حسب فكرة المصرين القدماء، حسب فكرة، لكن خلينا نقول إن الدينة المصر القديمة كانت مليانة بالغموط، ومن أصعب الأمور اللي ممكن تتعرض لها في دراستك للتاريخ المصري القديم، وفي حياة المصرين، هو الدين، الدين كان مرتبط ارتباط جيد جدا وصلب وقوي جدا بحياة المصر القديم، لدرجة قصة الصلاح إن التعاليم الدينية كانت هي دستور الأمة وضمير الناس، يعني هي دستور الأمة وضمير الناس، هي بتحكم العلاقات ببعضها، طبعا لا نخفل وجود القوانين، مصر القديمة كان فيها قانون، وكان القانون بيفعل، وكان فيها عدالة اجتماعية، وكان الملوك لما يشعروا إن العدالة اجتماعية بدأت تقل، يبدأوا يحطوا قوانين جديدة تضرب على أيدي الفاسدين والعبثين، منذ قديم الزماء؟ طبعا نحن عندنا أشهر واحد اسم حور محب، حور محب وضع قوانين كثيرة جدا، حور محب هذا قانون قديم، طبعا، طبعا أنا أقول لك على شيء غريب جدا، يعني من ضمن الأشياء مثلا الممكن نتعرض لها، ونرجع تاني لموضوع حياتنا الدينية في مصر القديم، تخيل حضرتك إن المصر القديم كان عمده قانون إنه يربط الدرايب، الدرايب اللي تقدم للدولة، بمنسوب مياه النين، كيف يعني؟ يعني لو مياه النين قالت، احنا طبعا اتفقنا، واحنا بندرس تاريخ، نحن لا ندرس تاريخ من وجهة النظر الحالية، وإلا هيبقى فيه ظلم وأمور كتير مختلفة، فاحنا لازم ندرس تاريخ من وجهة نظر الوقت السابق، زمان كان فيه مواتير بترفع مياه للأراضي، كان فيه سوائي، احنا عرفنا السوائي في عهد البطلمة، فبالتالي، لو المياه قلت حياة المصر القديم وبالذات الفلاح، كانت في شقاء دائم، لو المياه قلت طول السنة، هو يعيني طلعان عينه طول السنة عشان خاطر يوصل المياه، طب لو المياه زادت، هو بيطلع عينيه برضو عشان خاطر يصرف المياه الزائدة، عشان الأراضي ما تموتش، أو الزروع ما تموتش، فعشان كده أنا كمالك ربطت الضريبة بالأرض الزراعية، ليه بقى؟ نفترض ما وسطلوش المياه، أو منسوب المياه كان قليل، يبقى أكيد المحصول اللي هيدفعه للدولة كدرائب أقل، يبقى إنتاج الأرض الزراعية أقل، طب المياه كانت مغرأة الدنيا، والفيضان كانوا يواصل لكل الأراضي، ويبقى بالتالي أنا في أمان، لما أفرد الدرائب اللي أنا أريدها كدولة، المواطن ما يتضيقش، نعم، فهذه قوانين طبعاً، ربطت الحالي كتماعي، طبعاً لا يوجد أدنى شك من تواجد الفساد برضو، كان فيه فساد في مصر القديمة، لكن ما كانش بطورة كبيرة ومستشغيل، طبعاً، أي مجتمع في الوجود؟ نعم، طالما فيه فساد، نعم، طالما فيه تعاملات بشرية، لازم حدا فيها، قطعاً، فنشوف بقى خصائف ديانة المصرية، نحن عندنا أربعة نقطة لخصائف ديانة المصرية، أول حاجة يتعدد لأليه، طبعاً كل نقطة نستفيد بها، بس نعرضهم الأول للمشاهدين، أول نقطة يتعدد لأليه، ثاني نقطة هي الاعتقاد في البعث والخلود بعد الموت، وده أمر شيق جداً، ثالث نقطة، نقطة متفردة بها الحضارة المصرية فقط، ولما نيجي نقولها، هقول لحضرك لي، أنا بقول أنها متفردة بها الحضارة المصرية فقط، اللي هي الإيمان بالثواب والعقاب، رابع نقطة هي الميل إلى الوحدانية، أو الفترة اللي كان فيها وحدانية، من خلال بعض الملوك اللي قالوا إن إله واحد وهكذا، نبدأ مع بعض بتعدد إليها، أكثر من إله للعبادة، مش كده؟ مش هدي فكرة معنا فيك التعدد للإله؟ أكثر من إله للعبادة، والأقوى من كده، كل إقليم ليه عبادة، كل إقليم ليه إله، وفيه آلهة محلية، وفيه آلهة عالمية، وفيه آلهة منتشرة، وفيه آلهة الأشخاص، هي محافظين، هو بقى ده السؤال، هو ليه زاد قوي الاعتقاد بهذا الشكل في الآلهة؟ خلينا نكون واضحين والصلاح إن عندنا، إحنا اتفقنا إن عندنا حورس، واتفقنا إن عندنا إزيس وأزوريس كأسطورة بدأت بالإلهة، لكن ده مش معناه أبدا إن إحنا عندنا مثلا وضوح تام للإلهة المصريين فقط، يعني مش عندنا مثلا جزء خاص بالإلهة وجزء خاص مش بالإلهة، إحنا عندنا تعدد غير طبيعي للإلهة، طب أنا برضو معلش، هو أنا عندي هنا سؤال، هو حضرتك بتقول تعدد الآلهة كان متواجد، وإحنا ابتدينا نشوف حتة الآلهة المتواجدة عندنا، كان ده متواجد عند الآلهة أو عند الحضارة اليونانية في الوقت ده؟ يعني كان منتشر، هو اللي إحنا يعني تواجدنا أو إحنا اللي كنا عندنا الفكرة من البداية، هقول لحضرتك، لا كان منتشر طبعا، كان منتشر، بس إحنا نسبق اليونانيين، حسنا أسمع إله الخير، ده حضرتك كمان سألت سؤال دلوقتي، ده حضرتك كمان سألت سؤال دلوقتي بدون ما تقصد، إحنا كنا بنتكلم على إزيس وأزوريس، إزيس إلهة خدها اليونانيين والرومانيين، هو نعم، حسنا أسمع إن إزيس دي إله يوناني، عشان كنا برضو حتى لا أتهم بالجهل، أو حضرتك إيه؟ لا لا، بالضبط، إن ده أنت حضرتك قادرة بيه، بس طبعا نسمع عن فينوس إله الحب، أو في إله الخير، وكيوبيد، أو كيوبيد إله الحب، وفينوس إله الخير، وغيرهم وغيرهم، ده آلهة يونانية، مش كده؟ طبعا، كان عندنا آلهة في مصر القديمة، مختلفة عن كل ده، المصر القديم وجدت إن في حاجة من ثلاثة، لازم تخليني أعبد الحاجة اللي قدامي، طب إيه هي؟ يا إما حبا فيها زي البقرة مثلا، سماوها حتحور، وخدوها رمزة للأمومة، يا إما مثلا التمساح أو الثعبان الكبرى، إن أنا خايف منه، قوة أو الخوف، آه، خايف منه، يا إما مثلا غموض، أنا مش عارفه، أنا مش قادر أفهم ده يعمل إيه، بس خلينا نقول لحضرتك إن في البداية مع الوحدة، كان عندنا الملك طبعا مشهور الملك مينة، بتظهر على لوحة الملك مينة، نارمر، على وجهي طبعا، الملك مينة تعملت له لوحة، أو صلاة نارمر، أو لوحة نارمر، وده من النقوش الباردة، النقوش الباردة الحقيقية اللي واضحة، اللي كانت موجودة في الحياة المصر القديمة، الحقيقة، حقيقة، لو بصينا على اللوحة دي عشان نشوف إزاي توصيق الجزئية بتاعت الوحدة، الحقيقة لوحة مينة نارمر زي ما احنا شايفين على الشاشة كده، ليها وجهين، طبعا اللوحة المذكورة دلوقتي اللي محتوطة قدامنا على الشاشة، دي ليها وجهين، يعني هي لوحة واحدة، بس ده الظهر وده الوش، مش لوحتين، لو بدأنا نبص ونشوف، هنلاقي فوق خالص، هنلاقي جزء من الإلهة حطحور، أو الإلهة با، أو عا، كل ده تقال، يعني كل ده مقبول يعني، ودي قرنين بالقوة وهكذا، ومكتوب في النص اسم الملك مينة، يعني مكتوب في الوسط اسم الملك مينة، بعكا نيجي على الجزء اللي على اليسار، هنلاقي الملك مينة واقف، وموجود لابس تاج مملكة الجنوب، وبيهزم أحد الأشخاص في مملكة الشمال، وبيقال، يعني يقال وده مش أكيد، أنه ده ملك الشمال، كان اسمه واع شي أو واع أش، وده مش مشهور أو افتريخ، وخلف مينة هنلاقي حامل النعال، خلف الملك مينة هنلاقي حامل النعال، وتحت في بعض الأشخاص اللي برضه متاخدين أنهما أسرة، ولو تاخد بالحضرتك أن رقبتهم ملوحة، فدون مقتولين، وليه حامل النعال؟ حامل النعال، لأن الملك دايماً لما كان يتصور، وهو حافي بالوقتنا، بدون نعال، فده معناه أنه هو بيستهين بالشخص قدامه، ما بيحترموش، نعم، ناخد الوجهة الثانية، اللي على اليمين، هنلاقي في فوق في موكب، الملك مينة عامل موكب، وماشي قدامه أطفال من المملكة الجنوب مشهورين جداً، وبرضو حامل النعال في خلفه، وقدامه فيه شهداء من أو قتلة من مملكة الشمال، وتحت هنلاقي المملكتين متحدتين، اللي هم فيهم الأبقار، متحدتين الشمال والجنوب، وتحت خالص هنلاقي الملك واخد شكل الإله الثور، ودي مهمة بقى، طب إحدى ليه شرحنا دي مع أنها تخص لوحدة؟ لأنه بيوري حضرتك أن حتى مع الانتصارات المحلية، برضو الملك في نظر شعبه إله، فهو تصور كتصور الإله، نعم، تصور كشكل الإله، طيب، ليه تعدد الإلهة بنقول تاني؟ عشان خاطر، يا إما أنا الإله ده بخاف منه، فبالتالي لازم أعبده اتقاءاً لشره، يا إما الإله ده أنا بتبرك بي، يا إما الإله ده رمز مثلاً من رموز قوة طبيعة العظيمة زي الشمس والنجوم وهكذا، يا إما الإله ده أنا بالنسبة لي غامض فمعرفوش، فأعبده اتقاءاً لشره، نعم، وطبعاً لا يخف علينا أني لما تفتكر حضرتك الضربات اللي يوجهها الله لفرعون لما كان موجود شعب إسرائيل في مصر، نحن أناس لا تاخدش بالها كثير أن هذه الضربات موجهة الأليه، لأنه كان سرع الله سبحانه وتعالى أصد أليهة المصريين، لما الشمس غابت، ولما ضربت الأبكار اللي هو ليه العهد، ولما النيل اللي هو إله حابي تضرب، فكل دي كانت رسائل، رسائل قوة أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحقيقي، لكن طبعاً ما فهمهاش شعب المصري في الوقت ده أنه ما كانش فيه رسائل دينية وسط لهم، ما كنتش لسه فيه أصدق نبوة، طبعاً، طبعاً، بالطبع، وإحنا هنتعرض بعد شوية للوحدة، وهنقول إن الوحدة ليه مش كانت أفضل حاجة، يعني الناس بتفتخيل إن وحدة مصر القديمة مش أفضل حاجة لما نحللها تحليل تاريخي حقيقي، هنلاقي لا، فيه أمور كتير محتاجة إنه ننظروا ليها نظرة تانية، الأليهة كانت كتير جداً، لكن أكثر ثلاثة آلهة كانوا منتشرين في مصر القديمة، فعصر الدولة القديمة كان رع، فعصر الدولة الوسطى كان أزوريس، فعصر الدولة الحديثة قامود، ده مش معناه أبداً إن الثلاثة دول هم فقط الآلهة اللي موجود، أنا بقول لحضرتك الآلهة اللي كيف بتسود أكتر، يعني اللي كان لها باع أكبر في الوجود المصري، يعني ممكن أعبد إله، ما عنديش مانع في الإقليم بتاعي، عادي جداً، بس الإله السائد أو العبادة المحلية المنتشرة قوي، كان رع في الدولة القديمة، أزوريس إله الموتى اللي كلمنا عنه في الدولة الوسطى، وأمون في الدولة الحديثة، نعم، فإحنا كان عندنا تعدد الآلهة كتير جداً، والحقيقة تعدد الآلهة، كان من ضمن أكبر رموزة رائعة في مصر القديمة، لأن كانت الملوك بترحب به، تعرف ليه حضرتك الملوك الفراعين القدام، الملوك، أنا بتكلم عن الحكام، ليه حضرتك أنه بيرحبوا بالتعدد الآلهة؟ نعم، بيرحبوا بالتعدد الآلهة، حفاظاً على الحكم في الدولة، ليه؟ تخيل حضرتك مثلاً، أنا عندي إله أمون وراعة، وأزوريس، ونفتيس، وأنوبيس، وحطحور، وهكذا، لو أحدت الآلهة في إله واحد، فأنا ده فيه خطر على ملكي وعلى استقرار مصر، لأن هنا أصبح الكهنة بتوع الإله ده، هم الكل في الكل، لكن لما يكون فيه تنافس ما بين كهنة أمون، كهنة راعة، كهنة أزوريس، فده كله لإرضاء الملك، فده بيعمل استقرار، تاني حاجة، هو كان علامة من علامات الحرية في العبادة لدى المصريين، وده كان عبادة حضرية، المجتمع دلوقتي تحضر، فدلوقتي يبقى فيه حرية عبادة، لكن دخال حضرتك وأنا بكلمك من ألفات السنين، فالمصريين عارفوا حرية العبادة، واحترموا عبادات بعضهم، نيجي بقى النقطة الثانية وهي، الاعتقاد في البعث والخلود، طرعا إحنا عارفين اللي اعتقاد في البعث والخلود، هو الإيمان للمصري القديم، بأن بعد الموت، فيه عودة، فيه عودة تاني حياة تانية، وده كان ليه أسباب، طب هي كان فيه عودة للروح، والجسد كمان، يعني هما التذكر أو التخيل أن فيه عودة للروح، ولا عودة للجسد، لا عودة للروح، وللجسد، يعني بيرجع بنفس التواجد اللي كان متواجد عليه قبل كده، طبعا، طبعا بيرجع، فيه حياة تانية، اللي هي حياة أخرى، فيه حياة أخرى، أعظم وأقوى، فيه حياة أخرى، أعظم وأقوى، والأهم من كده أنها باقية، والأهم من كل ده أنها باقية، عشان كده الخلود، بالضبط طبعا، لأن احنا عرفنا الخلود من خلالهم، من خلال المصريين، ومن خلال فكرة المصريين الخدمية، وإحنا معنا سور، هتوضى هذا كمان، لأن احنا عندنا جزئيتين في موضوع البعث والخلود، عندنا سبب، وعندنا نتيجة، عندنا سبب، وعندنا نتيجة، إيه سبب المصري القديم اللي أعتقد؟ يعني مثلا، فيه ناس تقولك، طب هو إيه اللي يخلي المصري القديم؟ مع إيه ما وسطهش غسلتها سماوية، ولا وسطه أنبياء، ولا كل الكلام ده؟ إيه اللي يخليه يقول أنه أعيش حياة تانية آخرة بعد ما موت؟ حياة المصري القديم آمن إن حياته اللي موجود عليها، هي ليست كل شيء، هو آمن إن حياته اللي موجود عليها ليست كل شيء، طيب، ليست كل شيء بمعنى؟ بمعنى بسيط أن أنا كمان عدي حياة أخرى، هعيش لها في يوم الأيام، إيه هي الحياة دي؟ هو شكلها وفصرها وعمل لها حاجة كتير نتعرض لها تلوقتي طيب إيه اللي خليه يؤمن بالإيمان ده؟ الحياة المصر القديم كان دايماً يستبند كل شيء في حياته من الأليه اللي بيعبدها يعني مثلاً هو ببساطة شديدة بيعبد الشمس فهو بيشوف الشمس دي بتطلع في يوم الايام الصبح تنير الدنيا وتملأ حياة تيجي بوقت قوتها في وقت الظاهرة تيجي بعد كده على وقت الغروب تموت بمفهومه هو تموت ثم تعود الحياة مرة أخرى في يوم آخر وهكذا نهر النيل ييجي نهر النيل ويمشي في الأرض بهدوء وسكون ويملل كون كله حياة وييجي في يوم يفيد ويغرق الدنيا بقوة واوة ويرجع تاني وهكذا قال لك يبقى أنا كمان مواحد زي الناس دي أنا كمان هيجي لي اليوم إن الحياة اللي أنا فيها دي مش منتهية أنا هبدأ وهعيش وهوصل ويوم ما وصل مرحلة الموت الجسدي فأنا بالنسبة لي عندي ما هو أقوى وأفضل وده نعكس على حاجات كتير في حياته فده سببه طب إيه نتيجته نتيجته مثلا المقابر الحصينة العظيمة لأن كان فيه اعتقاد أول الصلاح أن المقبرة دي هي مسكن الملك بمعنى إيه مسكن الملك ده اللي هيقود فيه الحياة الأخيرة وهيقود فيه شعبه كمان يعني ده المكان اللي هيقود فيه شعبه عشان كده إحنا اتكلمنا وهنتكلم النهاردة باستفادة بقى عن تطور المقابر وده يمكن أثار سؤال مع حضرتك المغل الماضية أن فيه تطور المقابر وده مهم جدا أننا نعرفه فالنهاردة هنتعرضه باستفادة في تطور المقابر أنت أقولي أن فكرة الهرم دي كانت مجبرة كل الأهرمات مقابر كل الأهرمات مقابر لأن المصر القديم لم يهتم بحياته الدنيوية لكنه يهتم بحياته الأخيرة هو قال لك إن شاء الله عيش بيت سنة برضو أنا إيه أنا ميت فبالتالي أنا معنديش ما أبكي عليه في الأرض عشان كده كل مساكن المصريين القدماء كلها بلا استثناء كانت من الطوب اللبن إلا حاجتين المقابر والمعابد هي دي اللي باقت على مدار الزمن طب وليه المعابد عشان هي المكان اللي بيسكن فيه أليها وبقدم فيه قربين وبعمل فيه لعادات الجنائزية والصلوات والتقوص ودي حاجة البقية أي شيء يخص الدين فهو باقي فهو من الحجر أي شيء يخص الدين فهو باقي فهو من الحجر أما في الحياة الدنيوية كانوا بيعملوا بالحجر بالطوب اللبن بالطوب اللبن طوب اللبن هو عبارة عن مية وأش وتراب مية وأش وتراب ويتطحن وتعجنوا والطراب بيمسك مع الأش ومع المية فبيكون قالب طوب لما ينجب طب لا يوجد حاجة متواجدة من دي طبعا لا لا ده مش عبقى هذه الزمن بس هو كان بيستخدم الحجر في القائمتين والعتب العليا اللي بتركم فيهم الباب القائمتين والعتب العليا اللي بيتركي فيه زي الأساسيات يعني اللي هي الأساسيات لأن دول هيتركي فيه بمناب الخشم فدي لأنتو أقوية شوية عشان تحمل لأنه ممكن الطوب اللبن ياخد الباب ده ويقع على باب الخشم بس ما فيش أي حاجة من دي باقي الأثار زيما متواجدة من الحجر وحديتك بتقول عليه دلوقتي طبعا والحجر اللي عندنا في مصر حجر وقف قدام الزمن كله بس هقول لحقيقة الحاجة برضو ساعدت في بقاءة الأثار مناخ مصر مناخ مصر عمل ثلاثة حاجات في مصر في منتهى العظم بتقول مناخ مش مناخ طبعا kuv العربية احنا نعميذك والصلاح في اللوء العربية المناخ عمل ثلاثة حاجات في منتهى العظم في تاريخ مصر دي نقطة بس بين خصين جملة اعتراضية وهنا نستكمل أول نقطة اختلاف المناخ accommodين الواجه البحري والقبلي نوع في المحاصيل اللي موجودة في مصر في مصر بقت غنية بالمحاصيل الصيفية والمحاصيل الشتوية وإحنا عندنا في الجرافية عشان نكون فاهمين كل محصول ربنا خلقه يحتاج ما يسمى بالتواقط الضوئي. التواقط الضوئي هو كمية الشمس والضوء والحرارة اللي بتوصل للمحصول ده أو النبات ده عشان يقدر ينمو. فبالتالي أنا محتاج الجزئية دي فطبعا فيه حاجات بتلاقيها في الصيف عبنائب الشتاء. يعني مثلا فينا بتتمنهاش تواقط ضوئي زي الطماطم مثلا فدي بتلاقيها موجودة على طول الوقت. فتنوع المناخ في مصر قدر انه يعمل نوع من أنواع الاختلاف في غلات مصر. حاجة ثانية كمان عملها المناخ. احنا قلنا ثلاث حاجات عمل المناخ. أول حاجة اختلاف الغلات. او اختلاف المناخ عمل اختلاف الغلات. ثانية حاجة. مناخ مصر انه مناخ جيد جدا ساعد على نشاط المصر القديم. كان يا أستاذ رمي مش كده. مناخ العالم كله اختلاف يا بصلاح. نعندي لحسابة الحقاري والأذون وده ممكن نخصصه في يوم وقت. نطلع العالم كله. بس لا اختلاف العالم كله. كان عشان كنا بقولك كان. وده أثر طبعا على الحياة في مصر دلوقتي. وعلى التلوث وعلى ده كله. طبعا. بس حاجة أثر على ده والعالم كله. نعم. فالثاني نقطة ان المناخ ده عشان جيد قدر انه يدي نشاط للمصر القديم ويخليه من أنشط شعوب الأرض. وينشئ تلك الحضارة العظيمة التي يحتر في تفسيرها علماء كتير لحد اليوم. نعم. طب تلك نقطة بقى. يبقى احنا اتفقعنا أول نقطة اللي هي اختلاف المناخ عمل اختلاف الغاليات. نعم. ثاني نقطة اللي هي المناخ نفسه جيد , فساعد على نشاط النصر القديم. نعم. ثالث نقطة ودي أهم النقطة إن تخصتلك بقى. هي جفاف المناخ. igenشنا مثلا معCómoة دولة فيها أعاصير واعواصف وأمطرة عادية لا معندلاش فده ساعد على بقاء الحجر وعلى مدارز زمن. لأن الحجر مهما كانت قوته. برضو الطبيعة من نحت ومن عوامل تعرية هتأزيل لكن جفاف المناخ ساعد ان الاثار تفضل باقية حتى اليوم ما احنا انتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان مصر لا زالت ولا تزال بحر من الاثار وفي كل يوم هنكتشف ما هو اكثر وما هو اكثر وما هو اكثر الى نهاية البشرية احنا مش هنبطل الاثار عشان كنا بندعو العالم كله تعالوا زوروا واحدة من اعظم بلاد الدنيا فيما هو قدم لتاريخ الانسانية كله الاقصر فيها تلت اثار العالم مدينة واحدة عندك فيها تلت اثار العالم فتا طبعا حاجة مش سهلة ابدا يعني طب طب لما قلتني لنقطة الاثار قبل ما ننتقل احنا لسه برضو انا عارف تبقى البعض والقلود انا عاوز احرف استرامي ازاي كانوا بيقدروا ان هما يعني طبعا انا عارف ان الامور دي فيها غموض لحد دلوقتي لكن لو انت عندنا تفسير ممكن التاريخ هو اللي ذكره لنا تقدر تقولهولي ازاي ادروا على النحت ده هل كان لديهم من القدرات الالية هي اللي تخليهم يعنيوا الحاجات دي ولا زي ما يعني محدش عارف هل ده نوع من انت عارف بعض الناس وصفوا ان ده جن ده ايه وقدرة على بناء الهرم اللي بعض الناس قيل ان اعظم من نظريات العلمية بتستبعد قدرة احد على بناء هرم والدليل ان محدش قدر انه ابني هرم في كل بلاد العالم في زل الحضارات وفي زل التقدم والتكنولوجيا المستمرة دي ده يعني نابع من ايه يعني احنا لو قدرنا واحنا لما يتقلي انا كانسان الحجر اللي قدر ان هو يعني تعامل منه الهرم ده حجر وزنه يعني ممكن تنطل ما بين واحد ده تنطل يعني اطنان دي حاجة يعني كده ازاي قدروا يرفعوه لهذا الهائل وهو يعني من المفترض ان الاليات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة لم تكن موجودة في ذلك العصر ويمكن عشان كده هناك يعني ادعاءات واتهامات بطلة طبعا اكيد طبعا بان ده جن وده سحر وشعوازة وهذا فانا عايز التفسير انه هو يعني متواجد عند يعني مدال التاريخ هقول لحضرتك اولا طبعا بالنسبة للتماثيل وبالنسبة للنحط الموضوع مختلف عن شرح الهرم يعني لما نيجي نتكلم عن تماثيل ونحط هنقول ببساطة انه كان فيه ادوات معدنية نعم لكن كان فيه طولة بال يا أستاذ صلاح طولة بال وعدد بيعمل هم مكنش عندهم حاجة يعني مش فيه شغل برضو ما هو ده شغل ده كان نوع من ايش ده شغل شغل ما هو برضو نرجع مش كل مصر يشغلين بالزراعة برضو مش كل مصر يشغلين بالزراعة فيه ناس كانت شغلين بالصناعة وكانت شغلين بالتجارة فيه ده الصناعة بتاعتهم يعني فيه نحاتين وفيه غسامين وفيه حاجات كتير لا وعملنا صناعات كتير احنا اول شعب في العالم يصنع الزجاج أول شعب في العالم يصنع الزجاج وإحنا لغاية النهاردة أستاذ صلاحة وده كان أيام الفرعنة؟ طبعاً أنا أتكلمك أيام المصيرين خدماء وده لغاية النهاردة أنت عندك وتمتلك أفضل مواد خام رملية بصناعة الزجاج بصناعة الزجاج في العالم كله نعم ومنصدر التن بخمسين جنيه بالمناسبة تن الزجاج؟ أه يعني هيجي اليوم تن الرملة نعم تن الرملة ومنصدره بخمسين جنيه إلى الآن؟ وهذا صعب كمان نذكره في المناهج يعني ده ما نذكره في مناهج الجرغرافيا الثانية سنة معلومة إسرائيئية أن نحن بنصدر تن الرمال بخمسين جنيه طب مش فايل قوي يا أستاذ طب ده أولي جداً وبغض النظر عن أولي له كثير حمل الحمل بدنا نقول لحبك الأصعب ده إحنا كمان لما نيجي نتناقش فنس تقولك ده أوليب ده كثير يا جماعة طبعاً ما نعمل مصنع إذن؟ لما نعمل مصانع لا عندنا مصانع بس نستغل لأننا عندنا المادة الخام ببلاش بالضبط الصناعة هي أساس تواجد شعوب نعم نكون واضحين حتى لما نيجي نبص على شعوب والزراعة في الناس كتير قامت على ذلك بس لما نيجي نبص في العصر الحديث الصناعة هي الأساس يعني إحنا لما نتكلم عن دول زي اليابان نتحدث نعيب في القول في العالم اليابان مثلاً لمعلومات حضرتك لا تمتلك شبر واحد أرض زرعية لا تمتلك أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية إلا الثروة السماكية ما عندهش بترول ما عندهش فحم ما عندهش غاز صبيعي لكن عندها صناعة ما عندهش بشر قدرت تعمل دولة وهكذا بالنسبة للنحت كان فيه طولة باله وكان فيه نوع من أنواع الهدوء والبساطة لكن الدرجة كل الكميات الكبيرة دي طبعاً لأنه كان بيعتمد على صخرة واحدة كان بيعتمد على صخرة واحدة يعني إيه؟ يعني مثلاً حددت شفت أبو الهول نعم أبو الهول ده صخرة واحدة أبو الهول ده صخرة واحدة بس نوحتت يعني مش مكان مثلاً المكان ده بدأنا نعمل منه صخرة كبيرة قوي ونقعد ننزق حاجات فحاجات لا ده صخرة واحدة فقط نعم ونوحتت نحن بتخيل حضرتك التمثال بالحجم ده هي صخرة واحدة في الأرض ونوحتت نعم بنلذة بقى لتفسير الهرم عشان نرجع تاني لإعتقاد في البعث والخلود لأن الهرم مرتبط طبعاً بإعتقادنا أكيداً عارف أن تفسير الهرم أمر يعني صعب لا 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 في نظرية هي أقرب للتصديق نعم وأنا كشخصي هنا أنا بتكلم هنا كفكر شخصي أميل تصديقها تماماً ألا وهي ألا وهي بس أنا نفسي بقى المشاهدين ييجوا معنا بخيالهم كده شوية عشان أقدر أحاول بخيالهم يبقى تصديق كزي لا 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 أقدر أوصل لل لل للفكر آه يعني ربنا يوفقني كده في الجزء اللي جاي دي إن أنا أقدر أوصل لنا أنا أقول لك إن كنت أنا يعني صدقت أو لا أنا أعتمر مشاهد عظيم عظيم أنت أستاذنا الصلاة بارك الله فيك الهرم فيه ما يقرب من 2 مليون حجر طب الهرم ده معمول إزاي معمول بنظرية التفريغ بتاعت الهواء ما فيش زمان أسمنته وجبسه والكلام ده كله فأنا ببني طبقة أنا هشاور هو بإيدي قدام الكاميرا أنا بحط طبقة أحجار طبقة أحجار طبقة عملتها إزاي الأقرب إلى التصديق والله أعلم اترصت الحجارة اللي هي البداية وردم من هذه الحجارة حتى بميل حتى كل من هو حولك ثم طبعا الردم بالميل ده تقدر تزق عليه الحجارة فتتزق الحجارة البقية وتبدأ تترص وتردم لأعلى في كل هتقول لي المساحة دي كلها أقولك المساحة دي كلها كانت فضية أصلا فهاش مشكلة وتردم تمام ثم وضع الأحجار اللي بعدها بسهو مشي فارغ وتردم في النهاية بقى في تفريغ طب إيه اللي خلينا نمين للفكر ده أولا أوزن الحجر حاجة مش طبيعية عشان كده بقول بظبط لكن خد بالك هم كانوا بيعتمدوا على دفع الحجارة باستوانات خشبية استوانات خشبية بتتزق يعني أفضل أزوء الحجر أزوء الحجر فالخشب اللي تحت بيلف ومثلا الحجر خلص منها واخد دي حطوطة هنا وأفضل أزوء وأخد دي حطوطة هنا وأفضل أزوء وأفضل أزوء وأفضل أزوء وهكذا عشان نرفع الحجر طب تاني حاجة بقى تميل لهذه النظرية الهربة ما عاد عشرين سنة يتبني عشرين سنة دا كتير جدا يعني يعني الطلبة اللي عندهم عشرين سنة دول عدوا على مراحل طفولة وكيجي وابتدائي وعدادي وسنوي ولسه متخرجش من الجامعة فعشرين سنة دا رخم مش طبيعي لا بس حديث أقول لك حاجة طبعا هي الفكرة الأكثر طربة بس أنا عايز عشان أسدق طب لو هي زي ما حدتك بتقول أكيد أكيد يعني الدول والنظريات الكبير اللي وصلت يعني العملاقة والتكنولوجيا الحديثة قدرت برضو تكون التفسير دا عن دا فكانت لا حاجة تلاها بهذا يعني هتبني هرم دلوقتي ليه لا باعا بالدول أيوة هتبني ليه تبني كنوع من يعني حتى التصديق بأن دي هي الوسيل نوع من التقليد نوع من أن دي حاجة سعبة جدا بنبني بأوناش بنبني بحاجات أيو فين طيب يعني دولة زي اليابان لا اليابان قالت هبني هرم وما بنتش قالت إيبقى قالت عملوه هنعمل رافعة تشيل الاتنين طن وترفعه لمية ستة وربعين متر فوق ما عملوش رافعة دي قلت لك لو عملت الرافعة دي هبني لك الهرم في نص ساعة تم شفت بس ما عملوه الرافعة أصلا يعني نظرية تقول لك استحالة بناء الهرم من أسفل إلى أعلى أن مثلا الشمس تدخل بيت الملك أو الحجرة بتاعة الملك يوم واحد في الأسبوع يقال أني لو وضعت لا الشمس تدخل تطل على حجرة الملك ده رمسيس تاني يومان في السنة تتعامد الشمس على وجه رمسيس تاني في أب سنبل 22 نوفمبر 22 شبرا ما بتخشش الشمس على حجرة الملك لا حجرة الملك ما حدش يقعبه الشهد ده هي جوه الهرم وإحنا في يوم ممكن نخصص حلقة للهرم نعم أنا مش عايز أوصف لحطيرك يعني أنا كنت شفت حلقة أستاذ رامي لدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه كان بيتحدث عن لغز الهرم يقولك أن أنت لو وضعت تفاحة داخل حجرة تظل كما هي بدون عطب لو وضعت شفرة حلاقة في حاجات حقيقية أستاذ صلاح من غير يعني لا أنا هقولها حاجة معي كل هذه الأشياء يعني إن كانت بتميل طبعا أنا أرفض تماما فكرة الجن والسحر والشعوزة لكن في بعض الأشياء اللي تعتبر غمضة زي لعنة الفراع نداد لا أنا أتكلم عنها مهاردة بس هقولها حاجة لحاجة خلينا بقى نتكلم بوضوح كده نعم لأن كمان فيه حاجات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والناس بتراها فخلينا نكون يعني بنلق الدوق بشكل علمي شوي دكتور مصطفى محمود أكيد لا لا طبعا على رأسنا من فوق السي حاجات تحصل في حاجات ما تحصلش يعني إيه يعني مثلا إلى أبعاد الفلكية والحسابية والهندسية في الهرم هي مرعبة يعني مثلا ميستور مين متر اتفاع الهرم هو نفس بالكيلو متر بالمليون كيلو متر هو بعد الشمس على الأرض الأبعاد الأربعة لقواعد الهرم اتفاع الهرم بالزبط بالمتر هو نفس بالمليون كيلو متر بعد الشمس على الأرض بالمليون بالمليون الأربع قواعد ورؤوس للهرم هم أدق توصيف للأربع جهات الشرق والغرب وشامل الجنوب دي حقيقة الهرم بيمشي مع الدب القطبي والدب الأكبر ومجموعة النجوم وذات الكرسي والحاجات دي كلها طيب انت بتقولي حاجات برضو الهرم في منتصف الكرة الأرضية بالسنتر يعني لو جيت فرطة الكرة الأرضية كده نقطة الارتكاز هي نقطة الهرم الأرض كل ده أنا معاك بي كل ده علمياً طيب كل ده بتقوله طيب وعاوز تحقليني أبداً لما لو أقول الحضارك بق ديني بس فرصتي الأربعة اتجاهات متفقين وكل ده متفقين في الحسابات كل كمان المحيط على أي ضلع يدي النسبة الثابتة في الآلة الحسبة اللي هي الـ buy اللي هي 3.14 أي نسبة محيط قسمتها في رياضة تدي الرقم له لكن ما فيش حاجة اسمها أحط الموس في الهرم يبقى حامي أحط قطعة لحب هذا الكلام ده يتنافع المال لأن الكلام ده في ناس جربته على شكرا ده كان آه وهو جايبه بأفلام وصائقية لا في ناس جربت الكلام اللي هي اي بقى اتقال ثلاث حاجات أول حاجة انك تحط قطعة لحب لا تعفنش لكنها تنشف دي فشلت مفيش تفاحة يحصل لها مشكلة جوالهرم ولا تبقى تفضل نضارتها وانا مش عارفين ده اللي قال الدكتور وانت ممكن المتواجد طبعا أنا معاك أنا معاك شكرا ده علميا لما الناس علميا ما هو حاجات وانت كل اللي بتقوله ده علميا اه طبعا كل الحاجات دي ازاي عملوها ازاي لا عملوها ازاي كحساباتها ان ده سيدة وارد ازاي لكن ان هو يتحكم ان قطعة لحمة مش عارفينش ده لأ ما هو قاله كتعة لحمة لا هو المقصود ان الحياة داخل الهرم حياة يعني دي خارج نطاق ما يتصور بالعقل مصغرين من اعظم الشعوب اللي كان لهم في الحسابات والهندسة ايوة كان عندهم الامكانيات اللي يعملوا بيها ايوة في الحسابات والهندسة كان عندهم امكانيات الالية اللي يوصلوا بيها الالية مشغية يا فندم البشر يعملوا اي حاجة في الوجود يا والصلاح البشر يشل حجر اتنين تنية اه يشيل يذوقوا في المين هو انا عارف انهم لكنهم يرفعوش هو مش يرفعو تقول بعرض الكلام ده انا معاك بس مهما كان هو مش هيرفعو وخد بالك عوامل التعارية ما تأثرش في الهرم تأثرت طبعا ايوة بس كان الهرم لا أثرت انا اقول لحباك بقى لا مش فوقع الهرم ده ما كانش بالشكل ده الهرم ما كانش بالشكل الهرم ده كان بلغة نحن دي متمحر عارف محارة متساوي كان كل هرم ليه لون كما احمر وازرق واخدر وكان واخد طبقة اسمها بالتاريخ طبقة كالسية طبقة كالسية اللي هي بتساوي الهرم فالهرم ده كان شكل واحد طب ده دليل فين شفت حضرتك الجزء الاعلى من الهرم وبالذات الهرم الاوسط هتلاقيه متساوي طبعا الطبقة دي عشان مش حجر تلاشت مع الزمن لكن الطبقة الاساسية في الاحجار بقت واستمرت مع الزمن الهرم هو احد افكار واهداف البعث والقلود لان من خلال تطور المقابر قدرنا نتطور في فكرة الهرم طيب يعني برضو خليني انا حنتقل معاك لفكرة البعث والقلود ولكن لو في معانا مجال بعد كده لو فيه ورؤية دراسية دراسية وفيه طبعا نعرف ان اكيد بعض رسالة العلمية تعاملت عن الهرمات دي انا وحضرتك نقدر نحاول ان احنا نعرف الغمود اللي واقع حوالي الهرم وممكن نبقى نجيب برضو بعض اجزاء الوصائقية سواء الافلام وصائقية لدكتور مصافر محمود او غير طبعا ممكن نجيبها ونتكلم لان دي في حد ذاتها نقطة يعني كمان يمكن بتشد كتير جدا ومشاهدين يا سيدنا طبعا طبعا حقيقا طبعا انت قلتلي ان فكرة المقابر مرتبطة بفكرة الخلود البعث والخلود احنا قلنا ان ليه سبب وقلنا السبب ان هو زي الشمس ونهر النيل وقلنا ان فيه نتيجة النتيجة دي بقى هلنتكلم عليها هم ثلاث نتائج نعم فضر اول نقطة هي المقابر بدأ المقابر بقى المصريين يتطوروا ان يعملوا مقابر حصينة ليه مقابر حصينة هو عايز يصمم على حفظ هذا الجسمان لان من شرط انه يبعث ان الجسمان يبدل باقي فتطورت المقابر نعم طب ايه تطور المقابر احنا شايفين على الشاشة الوقتي في رقم واحد خفرة خفرة تحت ساتها الارض بيوضع فيها الميت وعليه التراب ثم تحط فيها خشب او بوص او ايا كان فليه ببساطة تطور مقبرة بسيطة جدا عن المصريين الخدامة بس ديه طبعا لا ترمز البعث والكلود ولا هكذا يعني وهقول لحددك على جزئية بعد شوية تفرق بين مقابر الافراد العاديين وقابر الملوك التوارد بعد كده بقت حجرة او حجرتين تحت الارض من الطوب اللبن برضو او فوق الارض وليها درج توصل له درج يعني تحت الارض في مصطبة فوق الارض بتبين في مقبرة تحت وانزل لها تحت يعني زي الشكل بتاعنا زي الشكل بتاعنا باللوقتي بعد كده تطور لرقم ثلاثة الى على جسار حجرة او حجرتين تحت ساتة الارض وفوقهم مصطبة كبيرة تبين المصاطب دي اتخدت بقى في عهد زوسر وبدأنا ان احنا نطور المقبرة فاتعمل في رقم اربعة اللي هو تحت رقم ثلاثة على طول الهرم المدرج ده مكون من ست مصاطب ويتعامل هرم كبير وتحته طبعا الجزء اللي فوق هو اللي واضح في الارض زي هرم سقارة كده زي هرم سقارة بالضبط الجزء اللي احنا شايفينه فوق هو الجزء الخاص بالمصاطب لكن الجزء الاسفل هو الجزء الخاص بالمقبرة او حجرة الدفن كما نسميها بعد كده اتعامل الهرم الكامل اللي بنشوف شكله اللي هو زي هرم خوفه خفرع ومنكورع لكن طبعا احنا عندنا اعظمهم هرم خوفه في رقم ستة اللي هو الهرم الاكبر ده تطور المقابر من رقم واحد حفرة رقم اتنين حجرة بعد كده حجرتين وفيهم مصطبق اكبر بعد كده مصاطب كبيرة بعد كده هرم كامل زي هرمات اللي موجودة في ضهشور بعد كده رقم ستة هرم الجيزة الاكبر وده اكبر هرم موجود في مصر والتاريخ كله على فكرة ده اقدم اقدم مبنى حجري في التاريخ كله حتى هذه اللحظة يعني هو اقدم مبنى حجري في تاريخ كله حتى لحظتنا هذه هو الهرم الاكبر طبعا احنا عندنا بعد كده حاجة اسمها المقابر المنحوطة في الصخور وده موجودة في الاقصر وانا اشجع الحقيقة السادة المشاهدين انهم يزوروا المقابر المنحوطة في وادي الملوك والملكات حاجة طبعا مشرفة جدا وهناك عندنا مقابر كتير جدا وهذا لنكتشف مقابر كبيرة جدا جدا زي مقابر الدول الحديثة لأن هذه معروف الدول الحديثة فكلهم كانوا ملوك الدول الحديثة من حاجة سوت وطحطمص وطحطمص الرابع والثالث ورمسيس لحد 19 رمسيس وتوت عن خاامون اللي اكتشفت في 1922 وهنكلم عن مقبرة توت عن خاامون في الجزء الخاص باللعنة توت عن خاامون اكتشفت حديثا كده؟ اه 1922 هي طبعا الملك توت عن خاامون نحن لو قدامنا على الشاشة هتيجي دلوقتي اللي هي المقبرة يعني ودي الملوك هذا هو ودي الملوك والملكات أماكن كثيرة جدا وأماكن عظيمة جدا وهتلاقي بدل مقبرة خمسين مقبرة هناك هم نحتوا في الصخور وهذا تطور جديد لأن هذا في الدول الحديثة عشان يحميها أكتر عشان يبعد عن اللصوص وهكذا لأن في عصور الإضمحلال كانت بتنبش المقابر هي طبعا مقبرة توت عن خاامون يعني هو سبحان الله يعني الملك الأقل جهدا في التاريخ هو صاحب المقبرة الوحيدة اللي وصلت سليما فعشان كده أخذ شهريته منها يعني هو توت عن خاامون لماذا تقول الأقل جهدا؟ لا شيء هو حكم وعنده 9 سنين ومتعان 18 سنة فهو لا تحقيق شيء من حاجة وكان وقته بقى فيه ثورة دينية وحاجاتها نشرحها بعد شوية فهو ما أنتكش حاجة في مصر لكن مقبرته كلها ثلاثة سليمة ما تنبتش فيها يعني كل محتواها كل محتواها موجود ما نهبتش مثلا في عصور الدمحلال في عصور قبل كده في فتوحات في ثورات في عصور ضعف ما لم تنه فمقبرة توت عن خاامون مقبرة كاملة مكملة فأول نتيجة للبعث والخلود هي فكرة المقابر الحصينة وشوفنا تطورها إيه؟ هي معنا نتيجة تانية بقى وهي نتيجة فكرة التحنيط والتحنيط فكرة كبيرة جدا يا أستي صلاح وصعبة والحد هذي تعالي بقى فكرة التحنيط هنا فكرة التحنيط طبعا برضه أكيد مرتبطة بفكرة الخلود وأنا بعد كده حديثك بتقول لي أن هم مؤمنين أن الخلود لن يتم إلا بوجود الجسد طبعا وطالما موجود الجسد يبقى حافظه على الجسد بالضبط طب تعالى ده بيرجعني تاني لفكرة ما يقال أن احنا دون ناس كانوا عندهم سحر أو 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 لأن إلى الآن لم يتم اكتشاف كيفية التحنيط إزاي الناس دي قدرت أنها توصل طب أنت أديتني فكرة عن ده مشهد بالمناسبة بيوضح تحنيط بيوضح فكرة التحنيط القليمة حديثك هتقولهولي بالتفصيل دلوقتي يعني إيه فكرتهم عن التحنيط وكيفية هقول لحضرتك طبعا أنا عايز أفهم الناس دي لو هما ما وصلوش للقدر من العلم ده الرهيب اللي هو أنا بقول لك عليه إزاي لم يحدث إلى الآن اكتشاف سر التحنيط طالما هما كانت العبارة عن علم وكيد العلم تطور دلوقتي طبعا هو إحنا لو عايزين نخنط دلوقتي هنخنط يعني إحنا في قدر علمي نقدر نخنط ونقدر نحافظ على الجسد بحاجات كميائية بس مش شرط إنها هتكون لفس الحاجات دي لا لا نقدر طب ليه محنط ناشر؟ ونخنط ليه؟ هنا في دافع هل تأكيد عند حديثك فاكر إن في أمريكا خدوا يعني جسد مش عارف ملك مين عشان يشوفوا سر التحنيط وما قدروش ما قدروش إن هم يعرفوا فكرة تحنيط ما هونا السؤال بتاع حضرتك بالصلاح هو فيه جزئية سليمة جدا اللي هي ما عرفناش سر التحنيط لكن إحنا عرفنا بعض مكونات التحنيط لكن مش كلها ما هو لو كنا عرفنا عشان كمش حافلين تركيبة يعني إيه؟ أنا ممكن مثلا أبقى عارف إن الورقة دي مكتوب فيها مثلا عشرين عنصر بس أنا مش عارف العناصر دي ده كميته قديه وده كميته قديه وده كميته قديه فبالتالي أنا مش عارف التركيبة هتبقى إيه؟ يعني مثلا إحنا بدون ذكر أسماء يعني فيه برندات عالمية في المأكلات مثلا ففيه خلطة معينة بتعملها أنا فهم منحاول نقلت منحاول نقلت لكن إحنا مش عارفين أيو ماشي ده معنا إن إحنا عشان كده إنت حديتك بتقولي إحنا نقدر أيو إحنا بنحافظ على حاجات دلوقتي لكن مش بنحافظ على جسد لكن نحافظ بسا على أكلة تنخل أيو ماشي ده الكلام نحافظ على قلب نعمل بلاحظة أحنا نعمل قلب مفتوح بس لدينا الفترة محددة حتى يقولك ده عشان لازم نخده بعد الكتاب بالزبط طب التحنيط ده كان فكرة وايه أو هدف وايه؟ وبيتم إزاي؟ أولا بيتم مثلا ناس بتقول إن أنا بفتح البطن ناس تاني بتقول إن أنا بفتح فتحة خلف الرأس في المخ وراء بطلع طبعا منها الأحشاء وبطلع القلب بحطه في مكان لوحده وببدأ إن أنا ننشر بعض المواد التحنيطية والملح وقعد 40 يوم وبعد كده أعمل حاجات تانية طبعا التحنيط بحر واسع جدا وليه علم وما كانش أحد يشتغل فيه وعلى فكرة بعض مواد التحنيط كنا بناخدها من النوبة في السودان بعض مواد التحنيط لكن طبعا مش كل مواد لأننا قلنا كل مواد ما حدش عارف ما حدش عارف ما حدش عارف ما حدش عارف التحنيط من ضمن نتائج تعتبع في الخلود ليه؟ لأن البساطة عيدة حافظ على الجسد الجسد لأن عدم حيفازي على الجسد معناه إيه؟ ما فيش خلود طب ده كمان بالأولى إنه جسد مي طبعا مش كل واحد هيموت في مصر القديمة يا محمد لا مستحيل هنا التحنيط خاص بالملوك وزويهم وزويهم وزويهم؟ اه، وكمان فيه طريقة للجسد يعني لو الجسد فردت غاعتها فأنا أعرف أن هذا ليس ملك يعني مثلا من أين نعرف أن هذا ملك؟ أنه يكون واخد العلامة بتاعتها الملوكية ماسك سولى جان الحكم وماسك عصر الحكم ما خلاص، هذه علامة يعني لو فيه مميه، أنا فتحتها وكانتها كده ده ملك زي اللي احنا بنشوفه في المتاحف بالضبط، بالضبط، هذه أغلابها ملوك لكن فيه طبعا الحاجات الجسد الثاني بطلعها مميهات ثانية لكن مش ملكية عشان بكده ببقى بتبع عرفة ده بقى مثلا بمكتوب إنه مثلا زوجة الملك ايوه ماشي، بتبع فرد درعتها؟ ببقى فرد درعتها ببقى فرد درعتها حبتها في التابوت ازاي؟ لا، في كل أحوالها تضع في تابوت درعتها جنبها؟ مفهودة للرأس لا، قلت يمكن فيه تابوتش لا، كده مش هينفع فالتحنيت كان باع كبير قوي وكان تجارة كبيرة وكان علم وعلم حقيقة ربط نوعين من أنواع العلوم الثانية الدقيقة جدا التحنيت ربط ما بين الكيميا والطب الطب عشان التشريح وطبعا مصر الخديمة كان فيها طب على مستوى علي جدا وعندنا بردية قديمة اسمها بردية إيبرس البردية دي وضحت التخصص المصري في الطب من عيون وجراحة وأنساء أبو قراط كان يوناني يوناني أبو قراط دي أبو الطب وده صاحب القسم المشهور حتى هذه اللحظة لكنه أبو الطب لكنه كان يوناني بس على فكرة اليونان خدت مبادئ الطب المصرية وكمان طورت فيها وعرفوا كمان وصلوا اليوناني وحسب لهم أنهم عارفوا أن المخ هو مركز الأعصاب ومركز الإحساس المصريين بيقولوا أن القلب هو مركز الإحساس فإحنا عملنا عملية جراحية وكان لينا باع كبير قوي بالإضافة الكني أه طبعاً والحاجات دي موثقة وموجودة في المتحف المصري كان فيه بنجو ولا إيه؟ أنا مش بقولك يا حضارة بيقولوا بيقال أن كان فيه بنجو من خلال بعض مواد المزرعات زي الأفيون أنه يبنج أو يخدر هو اللي بيقال يا أستاذ رامي أن كانت الحضارة المتواجدة أيام المصريين والمصريين القدماء تفوق الحضارة الموجودة دلوقتي وتفوق ولكن بشكل أو آخر ليس بنفس الشكل المتواجد لكن كانت تفوق علمياً وحضارياً وبعض الناس لما قلت لحضارتك بيقال أن كانت فيه حضارة رهيبة ولكن يعني اندثرت مع الوقت وكده حضارة تفوق الحضارات الموجودة تكنولوجياً حتى ولكنها اندثرت ولم يبقى إلا الأثار الموجودة دلوقتي لكن هي غمود يعني أعتقد ليه يا أستاذ صلاح الغمود؟ ليه الغمود؟ لأن العظمة اللي وصلتها المصريين لا تتناسب مع هذه الفترة من الزمن ومعرفة البشرية عشان كده مصر قضت العالم كله في معرفة البشرية تالت حاجة بعد التخنيط وبعد المقابر العظيمة هي الأساس الجنائزي تالت نتيجة نتجت عن المقابر القديمة في وصف هي الأساس الجنائزي الأساس الجنائزي يعني إيه؟ بعض المنقولات اللي بتوضع مع الميت زي الذهب وال بالضبط ودي قدامنا على الشاشة دلوقتي احنا عندنا مثلاً فوق احنا ناخدهم من فوق من اليمين عندنا فوق هنا بعض كرسي العرش بعد كده بعض التماثيل بعد كده كمان هنلاقي تماثيل صغيرة للأليهة عندنا تماثيل لأليهة أنوبيس دي على فكرة اللي فوق اللي لها أنوبيس ده اللي فوق اللي لها أنوبيس اللي هو اللي موجود ده ده عبارة عن اللي اللي بشير عليه بالماوس ده ده عبارة عن تابوت يعني ده رأس تابوت تنقل يعني وهكذا في رؤوس مثلاً في وطبعا عندنا أشهر ما وصلت إليه مصر القديمة هو مقبرة توت عن خامون نعم توت عن خامون مقبرة طلعة بخيرها زي ما بيقولوا نعم يعني في مقابر كتيرة جداً جداً نهبت على مدار التاريخ ويمكن موجود هنا معنا قناع من أقناعة توت عن خامون وموجودة هنا نيفرتيتي من كحدث سألت المرة فاتة الفرتيت طبعاً لها زوجة من حطب الرابع اللي هو إخناتون اللي هيعمل الوحدانية اللي هنقول عليه بعد شوية وهكذا في أسرة في عجلة حربية المكان الكبير ده كله كل ده عجلة حربية يعني ده المكان اللي بيقف فيه الملك وأدي العجلة هي جزء مقتطع من العجل وتوضع معها الأحصنة وتقاطب العجلة الحربية دي زي ما قلنا لو تفتكي حضارك الحلقة اللي فاتت كانت فاصل كبير جداً في أي حرب في تاريخ آه يعني إحنا هزمنا من الهكسوس بالعجلات الحربية وهزمنا الهكسوس طب وليه حطت عجلة واحدة؟ يعني هتعمل له العجلة لا ده جايب صور أنا مثال ده مليانة لا دي فيها أربع عجلات حربية يعني كل مجبرة ممكن نحط معها مجبرة توت عن خامون غير طبيعية غير طبيعية يعني حطت الحاجات اللي كأنه حيخرج يحارب من جديد؟ لا كل ما استخدمه الملك وسيستخدمه في حالة أخرى أو متصوراً إنه سيستخدمه منه طبعاً وهيستخدمه في حالة أخرى فبالتالي هو يعني واخد كل شيء لكنه يحطه أكل وشوراً أكل وشوراً هم متخيلين خلاص هو مجرد الموت هو بعث يعني مجرد البقاء هو بعث وعايش في الحالة الأخيرة والملك عايش جوه طبعاً طبعاً فهو ده تصوّعه طيب ده بالنسبة ليه تعادل لأليها أو خصائص الديانة المصرية تعادل لأليها وبعد كده الاعتقاد في البعث والخلود نعم في نقطة ثالثة هي خاصة بخصائص الديانة المصرية اللي هي الإيمان بالثول العقام وخلينا أقول لها أذكر الحالة في شعوب كثيرة في الأرض أمنت بالبعث والخلود مثل الفنقيين أمنوا بعودة الروح مثل العراء القديمة بلاد غافدين أمنت بعودة الروح لكن ما فيه الشعب في الروح في الدول القديمة نعم أمن أن فيه حياة تانية بعد الموت وليها حساب إلا المصر القديم مصر القديم آمن أنه هيقدم حساب واضح وصريح عن كل ما قام بفعله في حياته نعم طب ده نعكس على المصري بإيه؟ نعكس على المصري أنه يكون إنسان خير وصالح نعم لأنه يعلم تماما أنه سيقدم حساب فبالتالي ده نعكس على حياته أنه يبدأ يبعد عن الأفعال السيئة يبعد عن المعاصي يبعد عن الذنوب ويتحلى بصفات فيها صدق وفيها بساطة وحب للغير واحترام للغير وهكذا لأنه عارف أنه هيحاسب يحاسب من الآلهة بعد الموت؟ ما أنا أقول لها خلاك بقى يحاسب من مين؟ نعم نحن عندنا هنا مشهد مشهد عظيم جدا 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 لبردية تحتوي على محكمة الموتة والحقيقة المشهد ده من أعظم المشاهد اللي سجلت على برديات في مصر القديمة يعني محكمة الموتة كان رئيسها قالي لها أزوريس طبعا أنا بحكي لحضرتك التصور اللي هما قالوا التصور الديني اللي هما قالوا لا بس هنا ما بننفعش نقول وقتها أسطورة يعني هما وقتهم إزيس و أزوريس هما عارفين دي أسطور نعم لكن هنا هما عارفين دي حقيقة هنستفيد شوية رأى هنا في اللوح هدي طبعا يفنزم نحن خلاص الحمد لله يعني وسط لنا رسالات خلاص فاحنا نعلم تماما ما في حد الموتة بالظرط خليني أشاور مع حضرتك هنا ان المحكمة دي موجودة فيها اتنين واربعين إلاء اللي فوق دول اتنين واربعين إلاء طب ليه اتنين واربعين إلاء او اتنين واربعين قاضي خلين نقول للمسامات السلسة السليم اتنين واربعين قاضي لا ان مصر مقسمة اتنين واربعين أقليم طب ده يعمل إيه يا أستي صلاح؟ في مخيلتهم أن مثلاً في مثلاً أنا أخطأت في إقليم مثلاً طيبة فييجي حاكم طيبة يقول قد أخطأ في هذا الإقليم وقد فعل هذا كذا كذا طبعاً خلينا نكون واضحين أول سؤال بص العظمة بتاعت أجدادنا أول سؤال يتسئل والميت أو المتوفى واقف قدام المحكمة كان إيه؟ هل لوزت مياه النيل؟ يعني يا حصرتنا عن نيل دلوقتي ده كان زمان دلوقتي لو حد وقف إلينا لكن الإله حابي أول سؤال في حكم الموت يرفع يده كده ويقسم هل لوزت مياه النيل؟ أقسم أني لم ألوث مياه النيل كان يقول كده أقول لك لو كان حد فينا وقف قدام المحكمة دي كان زمانا كان استحب يعني ما كانش هيتحاكم ما كفية السؤال ده فإحنا عندنا هنا المتوفى نعم وأتمنى نكون بالانطقى صحية متوفى ولا يساد متوفى لأن يتوفى هو الله بالضبط متوفى أهو ده المتوفى اسم المفهول بالضبط هنا المتوفى هو واقف أصاد الـ 42 قاضي طيب تحت بقى هنا على يمين هنجد الإله أزوريس ده الإله أزوريس اللي واقف يعني هو رئيس محكمة الموتة كلها وإحنا اتفقنا أن الإله أزوريس رئيس محكمة الموتة لأنه من أعظم من عادة للحياة بعد الموت نعم ووقفة واقف وراه مين هنا إزيس أيوة ومين رأيها ما هنا اتنين بقى أورس لا إزيس وأخته نفتيس تمام لأنها كانت برس رعا الخير والشر هو ست هو اللي كان مشكلة تمام وفيه هنا رباعي أولادهم وبعد كده هنا لو تاخد بال حضرتك ده حورس ومعاه في إيده مفتاح الحياة مفتاح الحياة هنا اللي هيفتح بيه الحياة للشخص ده احنا عندنا ثلاث أشخاص يتم محاكمتهم هنا أول واحد لسه وقف قدام الأضاء تاني واحد خلاص داخل الجنة وداخل يتناعم اللي هو الرجل ده تاني واحد بقى لسه بيشوفه حالته إيه طب إيه بقى كانوا بيحكموا زي أدي المتوفى أهو أم المتوفى أهو خلاص ده حاكم وخلص تمام وده الإله أنا أقصد الجنب اللي لابس أبياد ده ده حارس يعني حتى اللبس على الرأس ده مختلف شوية لا ده لها ده حرص ده حرص واللي ورع وده أنوبيس تمام يتاخد بقى قلب المتوفى قلب المتوفى ويوضع في كفتين ميزان احنا شايفينه ما هم قادي كفة وقادي كفة نعم تمام وبيوزنوا طيب ثقلت موازينه يعني القلب طب ده شخص ساي شايف بقى الحيوان المستنيدة ده حيوان بقى الشر الذي سيأكله ويلتهمه تمام طيب لو خفت موازينه ده شخص صالح طيب ثقلت أو خفت عن ايه الكفة التالية فيها ريشة اهي ده الاله همعت رمز الريشة الاله همعت رمز الريشة دي ده هي ريشة الحق والصدق فهو بيتصور اني قلبي اللي هو مركز احساسي وفكري وحياتي كلها وهو الموجهني واللي محركني بيتوزن أصاد الريشة دي انا صادق انا حقيقي فالريشة هتطلع اقل مني لانها رمزة بصدق والحق من يعلو عنها فهو اعلى من يقل عنها فهي الرمز وهكذا فلو قلبه تقل خلص داخل بقى جهنم بقى بمثهومه اللي هي هتقول لي حضرتها اولا اعرف السؤال لان السؤال ده واحنا بنشرحه للطلبة برضو بيسرحه ايه هو ان القلب طب مستحيل القلب يبقى خفف الريشة هرجع الله حلقك ده تصور طيب ماشي ده مش حقيقة ناس كتبت هنا فيه الناحية الاعجازية ان المعجزة هتخلي الشخص الصالح ان القلب لان يا ريشة هنا مطلقة الصلاح الريشة دي هي الالهة معاية ترفضها الصدق والحق دي مطلقة مفيش حاجة اسمها ايه قصة القلب قطق من الريشة يعني هم كانوا بيعملوا كده لما بشي بيعملوا لا طبعا مش حد بيعمل كده في حالة لا ما بيجيبوش ميزان وما بيجيبوش ده تصور اللي بعد الموت هم عالوش دايما لما بنيجي نشرحه لطالب التعلم اه فالطالبة هتلاقيه دايما السؤال لان بشرحه لا لا عفو لا ما طالب يعني لما بطلب العلم وبتعلم العلم اللي انا لازق افهمه مش هروح فيك انا في اللغة العربية طالب طلب العلم صح؟ انا ده اش اصلا ظل الرجل طالبا للعلم طالما يطلب العلم فاذا ظن انه قد كامل علمه فاعلم انه بدأ رحلة الجهل طبعا يعني طول ما انا بتعلم طبعا اللي بيقول انك تفيت ده 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 مفيش مشكلة دايما اللي بقول لحالك لما لجي نشرحها للطالبة عندنا فابنع نعم نشرحها نشرحها انا بمستاني السؤال ده في الاخر واحد يرفع ايده احضتك ازاي يعني ريشة اتقل فبفكر يا جماعة دي اصطورة دي اصطورة هذا لم يحدث هذا تصور تصور لما يحدث في المصر القديمة يعني هو ده شرح وتصور للشكل اللي موجود في المصر القديمة لكن طبعا احنا عارفين انسان بعد ما يموت بيروح فينا نعم الحقيقة الثواب والعقاب كان ميزة تتميز بها حضارة مصر نعم مش موجودة في اي حضارة في الوجود كله لدرجة مثلا اقول لحضارة الحاجة حضارة العراء مثلا امنت تماما تماما الامان ان هيكون في حياة بعد الموت لكن موز 12 حاجة كله غامض طب انا اقول لحضارة حاجة طريفة جدا في حضارة العراء حضارة العراء افوارت شوية يعني الموضوع تسحب منها او ازاي بقى مش بس بحط الادوات مع المتوفة لأ انا بقى اول ما الملك يموت او حاطت التيران بتاعته والعراءات الحربية معاه حلو ماشي التيران؟ التيران اللي هي بتجوري العراءات الحربية لا خد بقى لا اصعب افر ما ماتتش لا ما هابتبحها عشان لا ثواني بقى اذا حضارك استغربت من دلوقتي خد ما هو اصعب بقى اه اتبح الخدم وحطهم يعني هو بنظر كده الملك لو مات الحياة يا رب يتبنوك معاه فدي مشكلة كل ده ناتج ده فردت في العراق فكايت مشكلة يعني ايه اللي لو مات هتفن معاه الناس طب والناس ما تزن بقى ايه لو مات وهكذا مهم متصورين ان هم حيبقوا معاه في الاخر وكان بيبقى عن رضا نفسه اكيد يعني كده الله اعلم احشان ما اقولش حاجة لا يعني مش كل واحد يوم بصوص انه مات ما هو فاكر انه رايح يعيش تاني ما هو مش ده التصور النهائي بس دبح يعني انت بتقول دبح دبح ولا ممكن يعني موت بأي طريقة المهم يموت المهم يبقى معاه يخدمه لان هو هيخدمه طب يا سيدي ما هو يعني هيخدمه سمه خلاص ما فيش تمام طيب كانت الامان بفكرة السواب العقاب يا ترى ده كان ليه نتيجة يعني نتيجة على انت بتقول انه هم اخدوا الحاجات وكانوا بيتفنوا هذي الاشياء معهم والاشياء المتبقية ده كان لهم معهم طب كان فيه حاجة اسمه كتاب الموتى طبعا ده ايه ده بقى كتاب الموتى مجموعة من اللفاق في البرتية كانت يوكتب فيها تعويز وتتعطم على الميت عشان تساعده احنا عندنا ادب من ضمن الادابة الكبيرة قوي قوي بس قبل ما اشرحه بقول له حضرتك جملة اجابات على سؤال حضرتك اللي هي نتيجة تتساوب العقاب نتيجة تساوب العقاب جات بشكل واضح جدا وصريح جدا في حياة المصر القديمة ازاي بنا؟ ازاي ما قلت حضرتك تحلى بالاحترام والبساطة والامانة والوداعة وعدم حب المعاصي لأنه عارف انه حاسم خصوصا حياة الدينية هي الاساس يا أقصي صلاح في مصر القديمة الاساس انا عايش حياة دينية لدرجة ان اكبر ادب واكبر انواع الادب في مصر القديمة والادب هنا لا نقصد ضد الاحترام ولكن نقصد القصة والرواية والانتاج الادب العقلي الادب هنا اكثر انواع الادب واكبرهم هو الادب الديني لدرجة انه كان يقال عليه جملة عظيمة جدا يقولك الادب الديني هو اكبر معين فياض لحضارة الاساس القديمة المعين الفياض هو وسطة مثل الادان بتاع الاكل او الحلة او ايا كان فاكبر شيء ممكن يوضح لي حاجات عن حضارة الاساس القديمة هو الادب الديني وانقسم لانواع كثير يعني فيه مثلا ادب حاجة اسمها النصوص او نصوص الاهرامات كل الاهرامات من الداخل بالكتابة المقدسة اللي هي غليفية انتفقنا ان الكتابة المقدسة هي غليفية الكتابة ليست اللغة كله مكتوب علي النصوص في الاهرامات كلها حاجات دينية عشان برضو المتوفى بعد موتوا النوع الثاني من الادب الديني مثلا كتاب الموتى كتاب الموتى دي كتب كتبت ودي منها على فكرة يعني البردية اللي كنا عرضينها من شوية دي احد انواع كتاب الموتى معروض مكتوب الاقامة هتنفع الميت يعني هم ظن منهم انها هتنفع الميت في ايه؟ من وجه نظرهم انها هتنفع الميت في الحياة الاخيرة بتعرفوا بقى تعويض الحياة الدينية وبتعرفوا بقى الحياة الدينية شكلها ايه والدنيا والحياة وازاي يتعامل في الحياة الاخيرة وهكذا كمان فيه نصوص الاهرامات كما قلت حضرتك وكمان فيه كتاب الموتى كمان فيه حاجة اسمها مثل اساطير الدينية والاساطير الدينية جاءت مشهورا انه اغلب الاساطير كان نوعها ديني طبعا كان فيه انواع تاني من الادب زي ادب القصة ادب الرواية ادب الحكمة والنصيحة طبعا الحكمة والنصيحة اعرف ايه اشهرهم الحاكيم آني والحاكيم بتاح خطب وكان فيه حاجة درس قراءة قديما كان موجود في تاني سنوص النصوص على ورق البرد معظمها حكم الامسة لكن الجديد أنه كان فيه روايات كمان كان فيه روايات وكان فيه قصص والقصص أسمة نوعين قصص خيالية وقصص حقيقية وقعية يعني كمان كان فيه عندهم خيال علمي اه طبعا ده عندهم قصة عظيمة جدا ده عندهم قصة عظيمة جدا يا الصلاح اسمها قصة الملاحة التاية أو الغريق الرجل ده كان باختصار شديد يعني الرجل ده كان بيقود سفينة والسفينة في يوم الأيام اتكسرت به نتيجة هياج البحر فاترام على جزيرة مفاش حد الجزيرة دي تلاقلوا فيها حيوان بمش عارف كم رأس وخدموا وجاب له من جزوع الأشجار عملوا سفينة تانية ورجعوا تاني لبيته ولم يلتهمه فيها بكصص ألف ليلى وليلة وكليلة ودمنها يعني حاجات برضو كصص موجودة عند ده حاجة ممتازة مش بقولك ده حضارة حضارة قائمة فيها كل الفروع وكان فيه قصص خيالية لتوطق هندسة وطب وأدب وغيره لا ده أنا ممكن أعدد لحضرتك كمان اللي توصلنا له في العلوم يعني مثلا في الحساب نعم إحنا اللي عرفنا الجمع والطرح والضرب والقسمة في مصر القديمة وعرفنا الكسور الاعتيادي وعرفنا العداد العشرية وعرفنا المساحات وعملنا وحدة قياس خاصة بينا اللي هي الميل المصري أو الزراع المصري يعني كان فيه عجز من الميل المصري تقاس بيه الأراضي والزراع المصري طبعا كان فيه سبب لكل ده حياة زراعية عايز ننظم الأجور هو الحياة المصري القديمة كانت بتوزيها في باقي بلاد العلم يعني كان موجود الحضارة العراق حضارة موازية في نفس التوقيت اللي اسمها متزمنة أيوة نعم العراق في نقيا أواخر العصر فروني كان بدايات الأغريق والرومي فأواخر العصر فروني يعني حضارات المتزمنة المتزمنة مصر والعراق وفي نقيا يعني في نقيا برضو قضي على اليونان يعني قد أعزي أسمع الكلمة دي لأن ده معناه إن الحضارة يونانية أخذوا واستمدوا عيوم مننا كتير أي يعني دهما قائمين من بعدان طبعا ده معناها إن إحنا الأصل إحنا الأصل تعلن كله لا لا أقول لها حداك على المفاجأة بقى نعم كل تخصصات التاريخ والحضارة والأدب في العالم كله في جامعات العالم كله تدرس مواد أساسية اسمها التاريخ المصري القديم أهلا أساس إن هي طبعا الحضارة التي نبعد يعني أنت في البداية قال في الحلقة الأولى أو أستاذ رامي قلت لي كده قلت لي إحنا هنعمل حلقة عن التاريخ المصري واتصال التاريخ المصري بحضارة العالم طبعا لأن ده يعني فعلا ظاهر وواضح أن حضارة العالم يعني حضارة مصر يعني بيعها من خلالها حضارة العالم طبعا نعم طبعا وكانت هي كمان زي ما بيقولوا عليها مستمد يعني يستمد بينها مشتقات الحضارة والفكر مم أنت فيه درس كراءة نازل على سنوات العامة اسمه النصيب العرب من الحضارة بس ما بيتكلمش على العصور القديمة بيتكلم عن العصور الوسطى اللي يام بعد الفتح الإسلامي وزور الإسلام طبعا لنا علماء كتير زي ابن الهيسم قول خوارزمي وغير وغير ماشي ده عصر وسطى عصور ووسطى مش كده لكن ما تكلمش على العصور القديمة ده أنت العصور القديمة كمان يعني يعني على ما عرفت ما فضرتك ده احنا عرفنا الألوان والأصباغ والعطور والعطور والأصباغ والعطور ده في علم الكيمية في علم الطب عرفنا التشريح وخصصنا الطب عن نين ده كان في العصور والوسطى ده احنا خصصنا الطب يعني احنا اول شعب خصص الطب البصريات ابن الهيسم ده كلام في الوصل؟ لا 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 أنا أتكلم عن مصر القديم فقط خصصنا الطب أه نعم يعني تخيل حضرتك الطب تخصص يعني شيء طبعا صعب جدا في الوقت ده تبني كانوا بعملوا عملات جراحية؟ آه كانوا بعملوا عملات جراحية دي حقيقة نعم كان عندنا مثلا علوم الهندسة وعلم الهندسة الحقيقة ليس محتاج كلام الواحد يروح يبص قدام الهرم يعرف يعني هندسة يعني الهرم ده قصة كبيرة جدا في الهندسة بس ما بيتقاليش كانوا عرفوا الكهرباء كهرباء لا الكهرباء تعرفت 1908 طب وما كانت الإمكانيات دي منيه ما حسن تتقى الكهربائية دي كانت هي ما حسن الصلاح فيه عوامل بشرية حقيقية لازم ندركها لما يجي الستريق يعني الناس ما كانش عدها سوشيال ميديا ما كانش عندها كهرباء ما كانش عندها صهر الراجل كان ساعة ستة الدين يتضلم هي مصابيح إضائي عشان كده الحضارة وتجي الزمان بس العصور القديمة أنا إزاي أقدر يعني طبعا ما فيش نور فيه نظريات بتفسر تعامل الإنسان مع البيئة نظرية الأولى اللي هي نظرية الحتمية اللي هي حتمية الإنسان ووجوده في البيئة يعني بتفرد أو بتفترض إن الإنسان كان هون متلاقي فقط ودي حقيقة نظرية بعد كده نظرية بدأ الإنسان يأثر بعد كده نظرية أكبر التأثير بقى أكبر وأكبر بعد كده نظرية بقى الأخيرة سيطرة الإنسان نحن في كل فترة هنلاقي مخرج للحضارة أو مخرجات مخرجات الحضارة بشكل أو بآخر حسب تفاعل الإنسان مع بيته وحسب الوصول إلى الوقت طبعاً التكيف هذا مهم جداً لكن طبعاً لدينا نقطة سلبية أن كلما زاد دور الإنسان زاد قصر في البيئة ضمار البيئة تغيير البيئة الشامل ربنا خلق بيئتنا دي على أكمل وأعظم وجه فلو اختل العنصر فلو اختل العنصر عناصر كيت يختل أي عنصر يختفي ويختل كل عناصر يختل كل عناصر تختل كل عناصر تهوز برضو كان في درسك رأى أستاذ رامي اسمه بين البيئة والإنسان كان في الصف الثاني سنة بس دات لغة من كم سنة كان بيبين أنه كلما تقدم الإنسان للأسف زي ما حادثك بتقول بها كلما ازداد تلوث طبعاً حقيقي يبقى احنا تكلمنا في خصائص الحياة الدينية عن تعادل الإبهة كلمنا عن الاعتقاد في البعث والخلود كلمنا عن الثواب والعقاب طبعاً عايزك تكلمني عن الوحدانية بقى اللي حادثتا قلتاً الوحدانية دي آخر خاصية من خصائص حضار الحياة المصريات الدينية ابدأوا يؤمنوا إن في إله واحد في الدولة الحديثة عهد شخص اسمه إمن حطب الرابع عفواً بس عشان برضو يبقى المطلقي معنا أو يشاهد معنا سيد رامي بيقول الدولة الحديثة داخل الدولة القديمة أيه لا داخل العصور القديمة العصور القديمة يعني الداخل الأيام الفرعنة ليست الدولة الحديثة كدولة الحديثة لا، الأف brace أن السعارة ما بين كلمة العصور والدول يعني العصور لدينا هي العصور القديمة وأسمناها على العالم كله لكن عندما نتحدث عن مصر فنقسم مصر أسرات دولة قديمة من 3 إلى 6 دولة غسلتة إلى 12 ودولة أسولة 10 إلى 12 ودولة حديثة من 18 إلى 20 هذا عدد سعروة أسرات ومن 12 إلى 18 دول إيه؟ 13 إلى 17 اتفقنا إن دول عصور الإيه؟ الإدمحلال والضعف لا يوجد فيها إسهامات تاريخية على شاشة قدامنا شخصية من أشهر شخصيات التاريخ هو أمن حطب الرابع الشخص الذي صار محلاً للنقد وللرفض أحياناً وللموافقة أحياناً من ضمن الأشخاص بلبلة في تاريخ في عصر الأسرات الحديثة من 18 إلى 20 ما الذي حصل مع إخناتون؟ نحن اتفقنا إلى مصر هذا إخناتون الذي هو من حطب الرابع هو أطلق على نفسه إخناتون وهي كلمة إخناتون معناها؟ معناها المخلص لأتون المخلص لأتون مثل تتعنخ أمون كل اسم كلمة عام إخناتون وآتون كان إله هو ثم نفسه إخناتون اللي هو المخلص الأتون اللي هو بما معناه أنا بعبد الإله أتون طب هو مين الإله أتون؟ ده إله الشمس هو وحد الآلهة كلها في إله واحد استمد منه تعاليمه فقط هو إله الشمس وثم نفسه إخناتون وثم الإله أتون وعمل عاصمة جديدة لمصر سمها أخيه أتون يعني بيقال إنه هنا يعبد أتون الأمر ده مش دايماً ناخده بالصلاح يعني طبعاً هو نيته جميلة هو نيته جميلة نعم اللي هو التوحيد التوحيد لكن هو مثلاً ما وحدش في عبادة ربنا سبحانه وتعالى بس عشان نكون بندي الأمور اللي حقالها بدليل مصر خسرت مع هذا الرجل أمور كتيرة جدا زي؟ زي؟ اختلف المؤرخين بقى الرجل ده كويس؟ مؤرخون أو المؤرخون إنه فاعل فالمؤرخون اختلفوا نعم فيه واحد يقولك ده رجل كويس؟ رجل يقولك ده وحش طب إيه هي الفكرة ده بيستند على إيه طبعاً اللي بيستند على إيه طبعاً اللي بيستند على إنه رجل كويس جداً وعظيم وأعظم من أثروا التاريخ بيقولك إنه إحنا توحد دفع بدا واحدة وإنه ظهرت بقى عبادة أتون وبقى فيه كهنة الأتون الكهنة الأتون دول بدأوا كمان يفردوا المذهب ده بالقوة وده ما ينفعش مع مصرين يعني مصرين على مدار العصور كلها حتى هذه اللحظة أي منهم أي حاجة إلا أنت تفرد عليهم دين بالقوة ما ينفعش وده كانت حاجة جميلة دي طبعاً حرية حرية عظيمة طب إيه الدليل إيه الدليل بتاع نفس الأشخاص اللي بينكروا عليه المجهودات الأسراب من 18 إلى 20 أو سيد صلاح هي عصر الدولة الحديثة أو المجد الحربي اللي انتقلت مصر فيه من خلال حروب عظيمة جداً 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 إلى الخارج مكونة إمبراطوريات خارجية وخصوصاً في أسيا وخصوصاً في سوريا دلوقتي أو ما يسمى سوريا طيب تخيل حضرتك وما بيقولوا إن الراجل ده بلغته كده اتدروش قالك لا كله عليها إله واحد ساب الحرب وسب الممالك وسب الناس وسب العيشة واللي عايشينها بدليل كده إن الممالك دي ضاعت من مصر فقدت مصر كل ممالكها الخارجية تعاطي إخناتون اهتم بالجزء ده فقط اهتم بالجزء الديني فقط وهو كمان على غلط غلطة إخناتون ربط العبادة بشخصياً عشان كده لما هيموت ويجي بعده تطعنخ أمون هيعيد بقى مركز الإله أمون مرة أخرى ويقضي تماماً على العبادة الآتونية عشان كده كنت بقوله حضرتك من شوية كنت بقوله حضرتك من شوية إن تطعنخ أمون ما عملش حاجة في تاريخ هو انشغل بالعبادة بتاعت أمون إنه يعيد مركز أمون لقوته مرة أخرى طب وهو يعني لما قضى على العبادة الآتونية أو خلى إيه العبادة المتوجبة أمون أمون طب وهي أيه أمون دي؟ الشمس برضا الشمس برضا طب كل من منظور أه يعني زي الأول زي الأول هو الفكرة ما ترغمنيش على العبادة نعم بس حرية العقيدة وحرية العقيدة وبنقول تاني وبنكرر تاني عشان لسه بيشاهدنا من دلوقتي احنا قلنا من شوية إن حرية العقيدة كانت شيء صحي في حكم مصر القديم ليه؟ ببساطة شديدة طبعا ببساطة شديدة طالما تعددت الآلهة فهذا في نصيب وصالح ملك مصر وحكمها واستقرارها لأن الكهنة بيحاولوا يتهفتوا على فكرة إرضاء الملك لكن لو مجموعة كهنة واحدة بس لإله واحد بس ممكن تطيح بالملك وده حصل في بعض وصورة بعض إن الكهنة زمان كاليوم قيمة وقامة ونحن نتوارف الكهنة اللي هم حراس الإله اللي بيعبد مش شرط الكهنة اللي هم خادموا هذا الإله خادموا؟ الذين يقومون بالعبادة لهذا الإله لأننا كمال معابد عندنا تأسمت يعني معابد عندنا كتنعين في المصر القديم ممكن أن أسأل هو سيدنا يوسف نزل في العصر الحديثة في العصر الحديثة ويقال عصر الدولة الوسطى نعم لكن أعتقد أنهم كانوا بإخناتهم؟ لا أحداك تتكلم عن موسى سيدنا موسى لكن نحن نتكلم عن يوسف يوسف كانت أزمة اقتصادية بيقال عصر الدولة الوسطى في نهايته عشان خاطر هي دي الفترة اللي كان فيها رخاء اقتصادي في مصر لكن نحن كمان في الدولة الحديثة المؤكد هو خروج بني اسرائيل هذا اللي مؤكد في عصر الدولة الحديثة خروج بني اسرائيل لكن كان بدأت تنزل الرسالة السماوية أو الأديان السماوية موسى فقط موسى فقط في الأسر في الأيام الأسر موسى فقط نعم الأديانة اليهودية تماما الأديانة المصرية مرت بتعدد لليها مرت بالوحدانية مرت بالبعث والكلود مرت بالثواب والعقاب مرت بالطار أمور كلها تضفي الغموض خليك تشعر إيه ده وإيه العمق ده خصوص إنها كانت مأثرة على الحياة الديانة أثرت على شكل البنى زي ما قلنا في المقاب الديانة أثرت على شكل المنازل الديانة أثرت على شكل الحياة الديانة أثرت بوجه عام على كل ما هو في مصر القديمة نعم. ويمكن عندنا كمان يعني بعض الأشكال اللي هي لبعض المميوات. يعني مثلا دي مميه مثلا لحد أعتقد أنه صعب مثلا إحنا نبقى مدركين دي مميه لمن؟ دي مميه، تخيل دي مميه مين يا والصراح؟ دي مميه أحدش بسبت. طبعا ما كانتش يعني ده برضو شكل مميه، ما كانتش بالقبح ده. لكن المميوات. ده تحس أنه يعني ده وجه مش. عالفك هي تشبهت برجال. يعني بمناسبة هي تشبهت برجال. فعندنا مثلا مميه تانية مثلا عندنا مثلا تخيل ده مين كده الصراح؟ ده شخصية رميلة جدا في التاريخ العظيم كله. ده رمسيس. ده رمسيس. ده رمسيس نعم. عندنا كمان مميهات لأشخاص كتير لكن. ده كم موجود في المتحف المصري ده رمسيس. اه طبعا احنا بنقول لرماعة وما زلنا بنكرر وبالناشط كل ما بنشوف حاجة زي كده. يا جماعة فيه أصلا في المتحف المصري حجرتين. اسمهم حجرة المميهات. هتلاقي هناك حتشفسوت. هتلاقي هناك رمسيس. هتلاقي هناك تحطمس الثالث أعظم ملوك مصر الحديثة. الرجل اللي قسم الحرب. وقسم الجيش لقلبي. لقلب. قلب مق قدمها ومؤخرة وجناحين للهجوم. قدر ان هو يشترك في أعظم معركة تاريخ معركة مجده. وقدر ان هو يأسر أعداد كبيرة جدا من الناس هناك وهكذا. فتحط مستدفل الشخصيات الجميلة جدا 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 ورائعة جدا على مستوى التاريخ. هنلاقي هناك مميهات لكهنة. هنلاقي هناك مميهات لزوجات. يعني أشجع الناس تروح المتحف المصري موجود في التحرير. مش بعيد. هو بين قلو دلوقتي. يعني. بس لسه. عشرين 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 عشرين. هيتم فتح المتحف الم مصري الجديد اللي موجود في منطقة الرماية. وده هيكون من ضمن المشاريع اللي هتعمل نقلة مرعبة في السياحة فاصل. لان مساحته عظيمة جدا جدا وهيبقى محتواه قوي جدا لأبعد الحدود يعني. فطبعا حاجة هتبقى مشرفة جدا. طيب. انا عايز بقى حديثك تنقلني للعنة الفراعينة. العنة الفراعينة مش اللي هما. انت قلتلي قبل كده الفراعينة ده. لقب لا يطلق على المصريين القدماء ده. هما سموا كلمة فرعون من واحد اسمه. حديثك قلتليه في فرقه. بيرو او فيرو. او فيرون. ده شخص يعني كده. يعني لانه كان قوي. حتى انا بقولك الفراعينة اللي هما المصريين اللي هما بلعبوا مثلا منتخب الفراعينة. قلتلي ده لقب يعني. ويمكن لقب كمان مش دقيق يطلق على المصريين القدماء. انما لعنة الفراعينة. يعني دايما لحد دلوقتي مثلا تلاقي ممكن منشتة في جريدة. لعنة الفراعينة تصيب كسا. طبعا. لعنة. جات من انك كلمة لعنة. وليه لعنة؟ يعني. امتزجت بفكرة المصريين القدماء. تمام. خلينا بس نتفق على حقائق عشان نقدر نصيغ الموضوع صح. تمام. فضل. قبل عام 1922. كانش حكس فراعينة عن الفراع. اللي هي بداية فكرة. اكتشاف مقبرة توت عامسة امود. اللي هو هاورد كارتر. في العصر الحديث. اه. ده العصر المعاصر. يعني ده 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 من ما فاتش مئة سنة. ويقال انه سينظم احتفال كبير جدا. المقبرة دي. اه داخل المتحة. عشان خاطر المقبرة دي. لنبقى بكرر تاني ان المقبرة دي له وحيدة اللي خرجت للنور بكامل محتويتها. فخلينا نتفق. ان قبل عام 1922 لم يكن هناك اي فكرة. طب هي جات من اين؟. خلينا بس فرحة نتكلم. ما نتخضش. لان كل جملة هنقولها. هي في النهاية خلص هنوصل لتحليل ديها. تمام. الاربعين شخص اللي اشتغلوا في المقبرة ماتوا. اشتغلوا ايه؟. اللي اشتغلوا خفر بقى او حاجات. ماتوا. فطبعا يعني انا هقولك على حاجات تساعد قوي. ماتوا في ساعتها؟. لا مش في ساعتها طبعا لا اوقات متفرقة. طيب ماتش موامل. لا في وقتها 1922. مش ماتوا بالوقتي. يعني كان في اسباب لوفاتهم وقتها. بس خلينا اقولك ان انا هاعد اقول لحاجات مثلا طبعا تقول في النهاية ايبا فيه لعنة. لا او انا هسرد حاجات. وبعدك انا نرد عليها. تمام. فالاربعين شخص ماتوا. وهاورد كارتر نفسه مات بعدها بفترة وليلة جدا. مين ده؟. هاورد كارتر ده اللي اكتشف مقبرة نعم كامو. هو الكل اللي بيبحث عنها مش مصري. هو الكل اللي بيبحث عنها مش مصري. لا ما هو. يعني بص هقول لحضر لك لحاجة. احنا عندنا مشكلة ويعني الواحد بيقولها على استحياء. اقل شعب. بحث ونقض عن الاثار المصري هو المصري. واقل شعب انتك في الامر ده. يعني اغلب الاكتشافات العظيمة هي اكتشافات اجنبية. طبعا بالستثناء في العصر الحديث الدكتور زيال حواس عمل نقلة كبيرة جدا. نقلة كبيرة قوي يعني في هذا الامر. فبس بالستثناء كده وقبل كده الموضوع كان يعني غير مشرف الحقيقة. فكان صعب يعني. تمام. فقبل هاورد كيرتر ما كانش فيه حاجة اسمها لعنة الفرع. تمام. طب ليه ما كانش فيه لعنة الفرعنا. احنا استمدنا ده من ضمن الحاجات اللي حصلت لبعض الأشخاص يفتحوا مقابر. وده عندنا دليل ليه علمي هنتكلم فيه بعد شوية. وكمان استمدنا ده من النقاشات والمكتوبات التي كانت داخل الهرم. يعني مثلا لو حضرتك مثلا تخش بعض المقابر مثلا عظيمة جدا. يقولك مثلا إيه؟ إن كل من يقوم بالعبث والفتح في تلك المقبرة. دي كانت الجمل اللي أنا هقولها دي. دي مكتوبة. في مقابر العمال اللي بانت الأهرمات في الجيزة. اتعاملت جنب الهرم مقابر للعمال اللي كانوا بيتوفوا هناك شيء تشريفي إنه يدفن هناك عند الهرم. فمكتوب مثلا إن كل من يقوم بالعبث أو الفتح في تلك المقبرة. فإن التمساح وفرس النهر خصمه في المياه. وإن الثعبان في الأرض والعقارب على الأرض. طب ليه أنا بقول إن قبل المقبرة دي مكانش كده؟ بالتحديد في 1800 أو بداية قرن 19. دي احنا أصلا ما كناش لسه فكنا رموز كده المصار القديم. نعم. كتاب المصار الخديمة فكت رموزها في مجيء الحملة الفرنسية. شامبليون. تم اكتشاف حجر رشيد من ضابط فرنسي اسمه الضابط بوشار. وخد العالم الفرنسي شامبليون وقعد على فكرة ستين كتير. يعني هو ما عادش كده فكه كده. لا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت إنها رموز وليست حروف. تمام. ليست أبجادية. تمام. هو كان خطاب بعته أحد البطلمة حكام البطلمة لحاكم آخر. فكان مكتوب بالهيرو غليفي. واللي احنا نفكر منذ دلوقتي. والديموتيقي اللي هو خط الشعبي واليوناني. واليوناني هنا هو كان المفتاح. إن أنا بدأت أطابق كأنها شفرة. فبدأ إطابق الراجل قعد سنين يعني يكتشف فيه ويقال إن بعد كده هو توفى بسبب الضغط النفسي اللي كان بيشوفه في الحجر ده. فقبل بداية الخرنس 19. أنا أصلاً ما عنديش جزئية إن أنا بقى عارف إن دي بتحذر أو بتقولي أو اعمل. لا إحنا لو شامبليون ما كانش في الحجر رشيد. ولا كانوا وصلنا التاريخ ده ولا كنا عرفناه. ولحد النهاردة كنا نشوف فقا المقابر الفراوناية دي عصفورة وتعبان وسندوق. مش فاهمين حاجة. مش هنعرف حاجة لأن الكتابة كانت صعبة. فبالتالي خلينا ننتفق إن مقابل ده. بس في مقابل ده في قصة بتقول إيه؟ إن كان فيه كاتب يعني نشر قصة. الكاتب ده اسمه لويس بنشر. القصة نشرها نشرها في 1690. قبل 1622 بكتير. بكتير. وقبل كمان نفك الكتابة. بيقول إن كان فيه أحد الأشخاص البولنديين. الرؤي لده استحب اشتغى اثنين ممية. الممية دول يعني خدهم معاه. وخدهم معاه في رحلة بحقيقة. كان هو مرتاحل في الوقت دي. فيقال إنه قاعد طول الرحلة يشوف أشباح. وأشباح تطلع له وتنزله. وفجأة البحر قاله بالدنيا عنيه. لحد ما رامل المميوات دي فالدنيا هديت. ممكن يكون تصور شخصي. طبعا طبعا. في 1926 بعد اكتشاف التوت عن خمانة. يعني بعد يابل كم سنة كده؟ مربع سنوات. اتعاملت. طبعا إحنا عايزين نربط إنه ليه؟ ليه؟ تسموها لعنة. لعنة الفرانة لأن كل اللي بيقترب بيموت. يعني اللي اكترب من توت عن خامون 1922. ماشي. ماشي. انت قلت لي دلوقتي ليه؟ السمية تلعنة. وقلت لي إن الاكتشاف هنفسه مات. طب إيه تاني خلالها يبقى فيه لعنة؟ أي اكتشاف بيمر تلاقي واحد بيقولك بتحصل لي حاج. والأربعين شخص اللي كانوا شغلين في المتاع ماتوا على مدار سنوات وليلة واربعط. تمام. اتعاملت الدراسة بقى في 1920. الدراسة عملت على 85 شخص. من اللي اكتشفوا مقبرة تتوط عن الفرانة؟ اه. لا. فتحوا بقى. لا ده فتحوا المقبرة وفتحوا التابوت ولمسوا الممية وقعدوا وطلعوا ودفع البقية. يعني اللي هم ده كانوا داخل المقبرة. نعم. مات منهم عشر أشخاص في عشر سنين بس. طب يعني انت عاوز إن انت تم في نظرية لعنة الفرانة. ايه التفسير العلمي بقى في الصلاح الأقرب؟ نعم. دي مقبرة مقفولة بل ازها 3000 سنة. اصدق ان مثلا البكتيريا. مش بس بكتيريا عيشة ومتهنية. دي بكتيريا بقى لها 4000 سنة مقفول عليها مكان مقفول. ذاقل ان دي موجود جوها ايه؟ مميوات. وحاجات قديمة. كمية. فبالتالي حاجات اه طبعا. مواد كموية. طبعا. طبعا. عشان كده نجد الدكتور زي حواس مثلا على سبيل المثال. وهو بيقول كده دايما. لما بيجي يكتشف اي حاجة جديدة تلاقيه لبس البرنيتا بتاعته المشهورة مغطي مسام الرأس. هو عالم دكتور زي. وتلاقيه مش حال اقدأنه طبعا. وتلاقيه مش حال اقدأنه وتلاقيه لبس كمامة. طب ايه الفكرة؟ وده اللي حصل مع هاورد كارتر اللي هو اكتشف توت عن خامو فتحت مقبرة. وامتداخل مستنشق. كل البكتيريا دخلت موتته. فلايه وجود عندنا لفكرة لعنة الفرانة طبعا؟ لاني هقول لحلقة لحاجة. طب ما هو في العصور بتاعت. الضعف والمحلال اللي هي الأسرات من سبعة لعشرة والأسرات من تلاتاشر لسلعتاشر. مقابر نهبت. طبعا نقول في العصر الحديث ان المقبرة تنبش. ليه؟ لان هنا بكلم على الجثة. لكن في المقبرة تنهب. لان ده ثروة ده أسر انت داخل أسر. كل التماثيل الصغيرة وكل الدهب وما يسمى بالزئبق الأحمر وأساطير وكلامه. وين الزئبق الأحمر ده؟ موايط تقال انها كانت موجودة وتطيل العمر وتطيل العمر وتعطي القوة للجسد وكل ده طبعا كده. عاري تماما من الصحة. إلى الآن لما بيجوا ويبحثوا ويقول لك ده بحث عن الآثار وفي ناس بتبحث عن الآثار. ناس كتير متخيلها انها لما تبحث عن الآثار وتلاقي مثلا الآثار فدي خلاص قفزة حياتية. طبعا الحاجات دي مع ملك للدولة. وملك للدولة ما هو بينهب. كما انت زي ما بتقول كده ما هو حياخدها بقى بالزبط. هو ناهب. بالزبط. فلو كان هناك لعنة بعيدا عن الدولة فهو لسه يعني. طبعا. طبعا ده قوانين. ما فيهاش كده. لكن تخيل حضرتك مثلا. مش معنى لما المقابر نهبت في العصور بتاع تلقد محلال ما حصلتش اللعنة الفضيعة الرهيبة اللي كانت مش عارفة دي ايه. ما حصلت. فعايز اقولك ما فيهش شيء اسمه اللعنة. القصة كلها علمية. واحنا كمان في العصر الحديث لازم يا جماعة نرجع كل شيء الى العلم. ربنا حبانا عن كل خلقته سبحانه وتعالى بالعقل. ما هو لما بيكون في بعض الأحيان يا أستاذ. العلم لا يستطيع أن يعني يفرز سبب للغموض الدائر. فعشان كده بقى بتنبت الأساطير وبتنبت التفسيرات الخطئة. صحيح. وانا لما يكون عندي بعض العلم لم يستطع أن يفسر هذه النظريات أو هذه الرؤى. انت دلوقتي حضرتك بتقدر تقولي مثلا. اه البكتيريا اه مجبرة بقالها 3000 سنة ما تفتحتش بكتيريا فيها بيستانش. ده كله كلام علمي. لكن انا لو ما عنديش تفسير انا هقولك اه. مع تواجد انت بتقولي كل ناس اللي الدخلت ماتت. وفي ناس يجي يقولك اصل اللي بيروح من الشعب يجيله حالات ايه واشباح ومش اشباح. فانا لو ما عنديش قدر اولا بيقين بالله سبحانه وتعالى وإمام بالله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقين بالعلم فانا ده ممكن يوصل لي مرحلة من الخوف والقلق بوجود لعنة تسمى لعنة الفرعان. لكن ده مش موجود. والدليل كمان ان الناس ديت كانوا بيقولوا ان في وحدانية الايه. الخالق بس طبعا مش الخالق هما وحدانية الاله. يعني عشان برضو استاذ رامن عايزك تفصر او تفرق ما بين الحتة دي. طبعا. وحدانية الاله وحدانية خالق. لا هو وحدانية الاله. اللي هو اتون رمز قصر الشمس. وعلى فكرة هو كمان يعني كان معانا هنا مثلا صورة لالاتون بيوضح لك ان هو ازاي بيستمد كل علومه من اله الشمس وعلمه وحياته ودنيته. فدي طبعا كانت حاجة يعني في منطقة العظمة يعني بتبين قد ايه هو مثلا مرتبط بإله الشمس قوي ومرتبط بالحياة في إله الشمس. وقاعد هو وزوجته وابنائه والدنيا لطيفة جدا بيرتبط بإله الشمس. فهو كمان مش بس وحدانية خالق هو مقاملش من وحدانية خالق. يعني احنا اتفعنا من بداية الحلقة احنا شرحنا الخلق او الخلق المصري بشكل النظرية المصرية الواضحة. لكن واضح جدا 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 ان اخناتون ما كانش بيتكلم عن نظرية الخلق لكن بيتكلم عن نظرية العبادة الموجودة في الوقت. لو بصينا على الشاشة مع بعض نلاقي على اليسار اخناتون وعلى اليمين زوجته نيفرتيتي. حقيقة طبعا صورة الشمس فوق لو تاخد بال حضرتك وهي لو تاخد بالك جاي من الشمس أشعة كده واخد شكل صولغان الحكم وحاجة زي كده. اللي هي يعني هي الممهد للحكم وهي الداعم للحكم وهي المؤيدة لحكم اخناتون عبر العصور. بس الحقيقة زي ما قلنا ان اخناتون غلط غلطتين كبار جدا او ثلاث غلطات. اول حاجة انه ماينفعش في مصر القديمة بالذات اقول اوفرد على الناس ان انا اله. اله. تاني حاجة ماينفعش افرد مذهبي بالقوة ابدا 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 ده شيء مرفوض. هو فرضوا بالقوة. فرضوا بالقوة. كهنته الكهنة ما احيانا تلاقي اللي حواليك بيعمله. ما انا عاوز فكرة الكهن دي. هو الكهن ده كان كهنة. الكهنة هو خادم الاله. خادم المعبد. له قيمة دينية. له قامة روحية. له قيمة عند الناس حقيقية وهكذا. الكهنة. لان احنا ممكن كمان اقول لحواليك احنا عندنا كمان تفريق شوية ما بين المعابد. ودي ممكن نكون بنقولها في الوقت المتبقي يعني لنا. المعابد في مصر نوعية. معابد الملوك او المعابد الجنائزية. دي معابد صغيرة مش كبيرة. هدفها الصلاة على روح المتوفة او الميت بعد وفاته. دي طبعا كان اصرته هو توفى اصرته احد من اصرته بيتصلى فيها. طب المعابد الاخرى ذي معابد الملوك. معابد الاليها اسم. دي المعابد بقى اللي هي تقصية. كل يوم فيه صلاة. كل يوم فيه حجد العبادة. كل يوم فيه وقت العبادة. كل يوم بتقام التقصية الدينية لكل الاليها وهكذا. فبالتالي فيه فرق. طبعا معابد الاليها مثلا بتبقى اكبر حجما بكتير. يعني اشهرهم كمان معبد الكارنك. واقول له حداية كمان معلومة عن معبد الكارنك لمشاهدين الكرام. معبد الكارنك هو اكبر دار عبادة موجود في العالم كله حتى هذه اللحظة. نعم. يعني اكبر من اكبر مسجد. اكبر من اكبر كنيسة. اكبر من اكبر معبد لاي عبادة وضعية. طبعا هو لا تقام فيه عبادات الآ. لكن اتكلم على المساحة. هو اكبر دار عبادة في التاريخ معبد الكارنك. هو معبد للعبادة. معبد اللي هو للاليها. يعني مش للملوك اللي هي تقوص جنائزية. لكن معبد تقام فيه التقوص اليومية والصلاة العادية تماما. فيه كمان معبد الكارنك. غير معبد الكارنك فيه معبد تانية كتير. زي معبد الأقصر. لكن فيه معبد بقى جنائزية. زي الرمسيوم مثلا. ده اللي بنته حتشفسوت معبد الدير البحري. ادفو. طب وهو انت حديثتك قلت لي. ايه الفرق ما بين المعبد الجنائزي والمعبد؟ معبد الجنائزي هو معبد يتم فيه الصلاة على تقوص الميت. سواء الملك او احد من قصرته. لكن معبد الملك. الاليها ده بتقام فيه التقوص الحياتية عادية. مش الصلاة ده بتبقى للملك؟ على روح المتوفى. للاليها؟ لا على روح المتوفى. للاليها؟ بس الاليها ليهم معبد تانية. بقدم لهم فيهم العبادة زي معبد الكارنك. تماما. هذا الفرق ما بين المعبد والمعبد. طبعا المعابد الجنائزية تبقى صغيرة جدا في الحجم. لكن معابد الاليها تبقى كبيرة جدا في الحجم. تمام. طب وانت حديثتك بتقول لي اخناتون أخطأ ثلاث أخطاء. ماذا بقى الخطأ الثالث انت قلت لي؟ أول خطأ انه فرط بالقوة. نعم. ثاني خطأ انه وحد العبادة اللي كان بيرفوضها المصريين. ثالث خطأ انه ربط العبادة بنفسه. بدايين ولما مات. ما بقاش فيه أساس جيد يربط عبادة أتون. نعم. طبعا لا نخفل الحرب العظيمة اللي عملها كهنة أمون. لإستعادة هيبت ومكانة اللي لها أمون. أمون اللي هي برضو حديثتك قلت لي كله كان بيتفرع في النهاية من الشمس. طبعا. الأسماء تانية ايه حديثتك زي ايه اللي هي كانت بتنبع؟ رع. نعم. أمون. آتون. هليوبلس. كل ده شمس. طب وهي الأسماء دي كانت بتنبع منين؟ أسماء ليها معاني. أسماء ليها معاني في مصر رديمة. موجودة في مصر قديمة. بس خلينا نكون. آه طبعا. خلينا نكون. بنقول نقطة في. في. على. احنا قاربنا على النهاية. نعم نقول نقطة. آه. اللي هي خصائص الحياة المصرية القديمة والحضارة المسرقية. نعم. حضارة مصر. خصائص هي. بعيدة عن الديانة. بعيدة عن الديانة. ستة خصائص. آه. أول خاصية هي القدم. مم. مم. هي اللي نورت للعالم كله طريقه. تلك. لما كان العالم قبائل ولا تعرف أي شيء. كان المصريين دعاة حضارة. بيزرعوا أرضهم وبيتجروا وبيصنعوا. وكانوا بيولوا إمرأة على الحب. يبقى القدم عشان. القدم. تالي حاجة الاستمرارية. مم. ألفات السنين. تالت حاجة الأصالة. مم. مم. فهي قامت على يد أبنائها. مم. 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 أنا أبنائها وأحفدها وأحفد أجداد عظماء قاموا بفكر تاريخي حقيقي يحتار العالم كله في درسته ويحتار العالم كله في محاكاته شكرا لك يا سيد رامي على العرض اللي أعداء نشكرك ونتمنى أن تكون على تواصل دائم معنا ألف ألف شكرا لك يا سيد رامي تخيرك شكرا جزيلا زي ما شفنا سيدة المشاهدين عرض رائع في وقت قصير للحضارة الدينية في مصر القديمة نحن دائما في حاجة أحوج ما نكون للعلم كل من يدعي في العلم معرفة حفزت شيئا وغابت عنك أشياء ولذلك لابد أن نعرف ونتسقف ليس فقط مجرد تلقين وتدريسه لكن للعلم وأفضل وأحوج ما نحن إليه هو تاريخ مصر القديمة لنستمد منه للحاضر فنحن فقط لا ننظر إلى التاريخ لكي ننظر إليه وفقط نقرأه أو ندرسه ولكن لنأخذ منه طفرة حضارية للمستقبل هذا هو الأساس للتاريخ أستاذ المشاهدين كنا معكم على مدار ساعتين إلى أن نلقاكم من جديد لكم منا أطيب الأماني والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر